مصر في منديال 2026 وابتدى العمل والاجتهاد نحو تحقيق الحلم اشتركوا في القناة منتخبنا الوطني بيستعد الأول مباراة في تصفيات كأس العالم 2026 أمام جيبوتي يوم الخميس من المباراة الأولى لازم ناخد الموضوع بجدية ومحدش يقول منتخب سهل علشان احنا محدش زعلنا في التصفيات غير المنتخبات السهلة عندنا منتخب محترم جهاز فني كبير وكل العوامل ان شاء الله بتقول اننا نقدر عايزين جمهور يملى المدرجات يشجع يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 ابتسموا شجعوا كده وسندوا وفرحوا منتخبكم وقولوا قبلنا كبير والحلم بتاعنا واحد نبدأ خلاص بعد بكرة يوم الخميس أو بكرة خلاص بما اننا دخلنا بعد الساعة 12 ونقول ربنا يكرم منتخبنا الوطني في اول مباراة ان شاء الله نعديها على خير نلعب بشكل كويس نعمل نتيجة كويسة نلعب بجدية ما نقولش منتخب ضعيف منتخب صغير عشان انا ممكن افكرك بالسفي بتاعنا مع المنتخبات الصغيرة احنا مع المنتخبات الكبيرة ماشاء الله جامدين قوي نيجي على المنتخبات اللي مفهود نكسبها واحنا حطين رجل على رجل وبن ايه بنهزر في التصفيات ان شاء الله من المباراة الاولى قدام جيبوتي لا نكسب واحنا مرتاحين كده والاهم نكسب كمال بنتيجة خلينا حاسين ان احنا داخلين بقوة والناس كلها تخاف مننا كل المنتخبات تخاف مننا ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله بالمناسبة بما اننا نتحدث عن منتخب مصر والله حتى وانا داخلين مكتش لسا محضرة بس جات في بلجي هجماعة روي فيتوريا الموديل الفني منتخب مصر ياخد اللعيبة اللي هو عايزها تاني ياخد اللعيبة اللي هو عايزها نتفق نختلف مش حكايتنا احنا حكايته هو هو اللي هيتحاسب هو اللي هنقول له انت غلطان لما منتخبنا لقدر الله يخفك ونقول له انت عظيم لما منتخبنا انت شاء الله يحقق الانجاز بالمناسبة تحديدا على حكاية فتوح وصبح وانا فاكر من اسبوعين قبل حتى ما الحكاية دي تحصل او قبل ما يختار قائمة المنتخب وقلت لكم اللي يعوزوا يعملوا اللي يعوزوا يعملوا هتقولي ما اخد صبح وفتوح ومشكلتهم مع الزمالك ومقدر واحنا قلنا هنا انها مشكلة كبيرة واللعيبة غلطانة والزمالك خد موقف تاريخي بس المنتخب ملوش دعوة طيب يعني ايه منتخب ملوش دعوة انا عايز اشرح على حضرتك برضو عشان ما تاخدش الكلام مني كلام نعم كده او بس اللي هو ايه يعني بشجع منتخب مصر وبس لا هقولك بالعقل يعني نحسبها بالعقل راجل روي فيتوريا على مدار المعسكرات الماضية كلها عنده ظاهير ايصر اساسي او احتياطي احتياطي اول يعني هو فتوح تمام عنده حارس بيشتغل معاه في كل المعسكرات اسمه محمد صبحي بغض النظر عن اللي عمله مع نادي الزمالك او حتى عن مستوى في الفترة الاخيرة بس ده اللعب بتاعي ده اللعب بتاعفيدي ده اللعب اللي فاهم شغلي تمام فجأة قبل 3 اربعة ايام من اختيارات قايمة بتقوله لا لا استنى مش همفوط تاخد فتوح مش همفوط تاخد صبحي يا فنم ده انا اصلا محضر خططي وطرقي وافكاري وشغلي عليهم ده انا ما كنتش ملكز مع حد تاني عشان انا عارف ان دول معايا فجأة يعني حتى بفيش فترة زمنية ده معناه ايه معناه ان بعد المعسكر ده بعد المباراتين القادمتين ممكن اصلا ما تشوفش صبحي وفتوح في المنتخب تاني انا على فكرة ازعل ان هم بيش في المنتخب تاني ازعل على المستوى الفني او على النومي وبأضافة للمنتخب بس ما ازعلش عليهم ان هم اقصروا في حق نفسهم وفي نديهم وفي المنتخبهم وكل شي بس هيبقوا ما بيلعبوش ما بيشاركوش بيتوري راح بص على ناس تانية بدايل شفت حارس اخر شفت زغير ايسر اخر بقى عندي المساحة بتاعت الوقت عشان هم ما كلمش يبقوا بيشاركو فده الطبيعي يعني ما نكبرش الموضوع نركز مع منتخبنا انه اي واحد بيلبس شيرت منتخب مصر يا جماعة تعودوا احن بقولوا الكلام ده وتحرك عارفه وانا عارفه وكننا عارفينه بقى انه ميت سنة اللي هو ايه لبس تشيرت منتخب مصر انسى ان اللاعب ده لعب نديك او لعب النادي المنافس انسى اصلا ده اسمه لعب منتخب مصر وتعامل على هذا الاساس لحد ما يسين منتخب مصر بالمناسبة افرد مثلا جي لعب في منتخب مصر وعمل حركة كده ما فاشلت زي ساب المعسكر بتاع المنتخب ومشي اعترض على المدرب اتكلم بطريقة مش كويسة مع زميله فالمدرب قاله لا انت مش تخش معايا المنتخب تاني اتحاد عقبه مثلا وقال له انت موقف عن منتخب مصر هل ندي هل ندي لما هيرجع لنادي هيوقفه هو كمان فقر كده فيها بالراحة فقر فيها بالراحة لعند بقى ده ده اولى يعني اللي يأثر مع منتخب مصر المفروض يعني يتعاكم الدنيا كلها من كل الاندال اللي في مصر لكن كده كده كل واحد بيبص لمصلحته تخير بقى لما الموضوع يجي لمصلحة منتخب مصر كلنا ورا منتخب مصر دي جزئية جزئية التانية بتحاد الكورة طلع هاشتاج النهارده او من مبارح يعني شجع مصر وكذا بوست على الفيسبوك وعالسوشيال ميديا واسعار التذاكر وشجع مصر شجع مصر روح الاستاد روح الملعب هتون يا جماعة البوست بتاع اتحاد الكورة عشان اقول لكم كمان اسعار التذاكر شجع مصر يا سلام هو الجمهور المصر العظيم ده دي يما وقف مع منتخب مصر بشكل طبيعي ومنطق يعني اللي كان ليه مناظر ومشاهد عبقرية وتاريخية في بطولات كثيرة ومباريات كثيرة محتاج انه يتقلوا روح شجع منتخب مصر بأمانة بجد ده ينفع مش بلوم على اتحاد الكورة بلوم على بعض المشجعين اللي انا من وجهة نظري ما بشوفهمش انهم مقصرين بس هم بيتخيلوا دايما ايه يا عم ده جيبوتي منتخب مصر مش محتاجنا كده كده هيكسب من غيرنا لأ لازل تبقى موجود يا عم ما مطش سهل ما تتقفرش بقى وبتاعه الدنيا هتمش لما ايه مطش صعب هنبقى نروح لأ تبقى مقصر عارف بالزبط عاملة زي ايه عاملة زي انه فيه لاعب يجي يقول ايه هديك مثال تخيل مثلا محمد صلاح جي قال لنا والله يا جماعة مش هجي مطش جيبوتي ده عشان هو مطش سهل فأي لعبة هتكسب من منتخب مصر فمش لازم ايجي انا هكمل مع ليفرول حضرتك هتقول عليه ايه يا سلام بعم مقصر ازاي اعمل كده ده منتخب مصر اللي عملوا لمنتخب مصر اللي ساعدوا طب لو لقدر الله اخسرنا يبقى هو اللي اشيلين ليلة اهو انت كده بالزبط كمشجة شوف هي منظومة فيها ادارة للكرة في مصر فيها جهاز فني فيها لاعبين فيها جماهير لما بننجح يبقى كل دول نجحوا مع بعض لما بيحصل اخفاق يبقى كلنا اخفاقنا فلما انت تيجي تلوم على منتخب مصر والتحاد الكرة انت عملت دورك انت كمشجة اه ليك دور ليك دور طبعا ليك دوره وهو اكبر دور في المنظومة كلها هل انا مثلا الان ان الجمهور مش هي موجود في مباراة جيبوتي لا ارمزة التحادة وكنا انا عايف ان الجمهور هيبقى موجود ان شاء الله يعني هيبقى موجود ومالي للمدارجة باذن الله هل بتكلم على الحب القليلين اللي هم بيبقوا بتعاملوا مع المباراة لو جامد لو مباراة جامد هروح يعني لو مصر مسلا بتلعب المغرب بتلعب كوديفور بتلعب سنغال هتلاقي ليه مالي اللي ستاد كل لو مباراة سهلة مشيها لا دي مباراة في تصفات كاس العالم افكرك فاكر نبيبيا لما طلقتنا من كاس العالم فاكر ليبريا لما طلقتنا من كاس العالم فاكر مين تاني يا جماعة فكروني المطش بتاع كان فيه مطش برضو شهير اوي كده تصفات كاس العالم برضو وخرجنا من منتخب صغير منتخبات صغيرها في الاسم مش كبير يعني هي دي اللي خليتنا نتعطل كتير في مشوار تصفات كاس العالم على مدار سنوات فانت ما تقولش سهل لا مفيش حاجة سهل كل المباراة صعبة قدم تصفات كاس العالم ببقى كل المباراة صعبة لو سمحت املى المدرجات لو سمحت املى المدرجات انت ليك دور ما يختلفش ابدا عن دور محمد صباح انت ليك دور ما يختلفش ابدا عن دور لوي بيتوريا اختلفش فانت لو قصرت والمنتخب بتاعنا حصل عنده اخفاق فانت مسئول مع كل المسئولين اتفقنا سهل هتقولنا يا جماعة على البوستر بتاع التذاكر طلبته يعني عشان اقولك اسعاري التذاكر كمان على فكرة اسعاري التذاكر وليلة جدا يعني انت لو متخيل انه اسعاري التذاكر هتقولنا يا جماعة اهو بص يا سيد اولا اتحالكوا كاتب منتخب مصري يعود لستاذ القغيرة من جديد هاشتاج شجع مصر لا احنا كله هيشجع مصر ان شاء الله يوم الخميس الساعة ستة في مباراة مصر وجبوتي في الجولة الاولى من تصفات كساعة بص بقى التذاكر حلوة ازاي بص التذاكر جميلة ازاي الدرجة التالتة بتلاتين جنيه يعني انت لو عايز انت تروح انت وامراتك واثنين من ولادك تمام هتبقى اربعة هتدفعوا مية وعشرين جنيه يا سلام احلى خروجة في العالم بمية وعشرين جنيه هتروح بموصلاتك بحاجاتك باكلك بشربك تدفع زيهم مية ومتين وخمسين جنيه تلتمين جنيه خروجة حلوة زهبية يعني والدرجة التانية بخمسين جنيه والدرجة الاولى بخمسة وسبعين جنيه واسعار المقصورة المقصورة بمتين وخمسين جنيه طبعا انتو اللي بيروح مطشط الاندية دلوقتي التذاكر دي تقريبا اقل للنص اقل للنص ده لإيه لمنتخم مصر وفرصة زي ما كنت بقول كده انا حب اشوف الاسر بقى راجل وامراته وولاده وامه وبابا وكل الناس على منتخم مصر شجعوا يا جماعة انبستوا خلوها خروج زي ما الناس كلها في العالم بالتعامل معها وبعدين في ناس تعرفين لما مثلا ليفربول منشستر سيتي تشيلسي برشلونا يروحوا يعملوا مثلا قبل الموسم في البري سيزون يعني يروحوا يعملوا مباراة ودية في اسيا في امريكا الجماهير بتمنى المدرجات لإيه عشان مثلا مثلا يعني يشوفوا ميسي يشوفوا كريستان ونالدو ومش عايزين فاقع المطش ده مطش ودي بس عشيشوف النجوم العالم ديت موجودة في أرض الملعب يا فنم انت عندك محمد صلاح هيبقى موجود في أرض الملعب ويترزجي ومرموش ودهر يحام وكل اللعيبة العظيمة دي والعيبة الأهلي والزمالك وكل اللعيبة العظيمة دي روح استمتع يعني انبسط مش عايزين نروح مباراة اللي هي فيها نحة بداية روح تنبسط معاي دلوقتي عبر زوم واحد من اللاعبين الكبار اللي عندوا على المنتخب الفرنسي اسم كبير في وسط ملعب منتخب الفرنسي لعيب مهاري ولعيب كان مهم جدا في وسط ملعب منتخب فرنسا تعطلت مسيرته لمشكلة شهيرة بينه وبين كريم بن زيمة اللي اتنين تعطلوا بصراحة مع منتخب فرنسا بسبب هذه المشكلة ومعاي دلوقتي عبر زوم ماسيو فالوبوينو واحد من اللاعبة الكبيرة اللي مرت على فرق زي مرسيليا وليو وفنربخشا التركي يا فندم مشرفني ومنورني على برنامج رقم عشرة التلفزيون المصري سكرا لكم سكرا مساء صرف لي بالنسبة لي انت واحد من اهم لعبي الوسط اللجوم في اوروبا في منتخب فرنسا مسيرة في بدايتها كانت رائعة جدا ولكنها تعطلت بعض الشيء لو سألتك السؤال الابول هل راضي عن مسيرتك في ملاعب كرة القدم حتى هذه اللحظة ولا كنت شايف انها ممكن تكون افضل لا لا انا فعلا راضي تماما عن هذه الفترة انا لعبت لفترة كبيرة جدا من لاعب هاوي الى يلعب ما يتمناه واقصر شيء يحبه في الدنيا هي قوات القدم ومرورا بعدة اندية قدمت العديد من التضحيات من اجل لعب لكرة القدم واعلم انه يوجد دائما شيء افضل ولكن كان لاي الفضل ان العب في هذه الفترة مع منتخب مصر كنت حاجز منتخب فرنسا عفوا كنت حاجز مكانة السياة في وسط الملعب هل مشكلتك مع كريم بن زيمة ترى انها عطلت مسيرتك مع منتخب فرنسا عطلت مسيرتك انت وكريم بن زيمة سويا اسف لم افهم السؤال من نسبة لبن زيمة هل مشكلتك مع كريم بن زيمة عطلت مسيرتك وهو ايضا مع المنتخب الفرنسي لا لا ليس هذا ما حدث انا هذه القصة لم تحدث انا اعلم ان كان يوجد بعض الاشياء على الاختيارات المنتخب وفي الفريق الفرنسي بالتحديد ولكن بالنسبة لي انا كنت لاعب اساسي في الاول ولكن لا اعتقد ان يوجد لاعب اثر على مسيرتي ولكن متعتي سأقول لك انا متعتي كانت دائما كرة القدم وكان دائما شرف لي انا بس المنتخب الفرنسي وهذا ما اتمنى دائما هو اللاعب لكرة القدم منتخب فرنسا بطل كأس العالم 2018 هل كنت تتمنى التواجد مع هذا الجيل الزهبي الراعي للمنتخب الفرنسي وانت في افضل احوالك وقتها نعم طبعا الفوز بلقب كأس العالم شيء كبير جدا اي لاعب وشيء من السحر ان يتواجد لاعب في هذه اللحظات الرائعة وانا حتى في البرازيل كنا لعبنا مباراة رائعة في الفريق الفرنسي ارى ان منتخب الفرنسي دائما ما يظهر بشكل رائع في كأس العالم حتى وان لم يفز به في منتخب فرنسا الكاسين من لاعبي الوسط المميزين في الوقت الحالي من في رأيك افضل لاعب وسط في المنتخب الفرنسي نعم فعلا لدينا لاعبون رائعون في المنتخب الفرنسي لاعبون من شباب مواهب عديدة لاعبون لا يصدق مهارتهم وامكانيتهم على مستوى كرة القدم مثل كامافينجا ومثل تشاوميني نرى لاعبين لدينا العديد من اللاعب الصغار ولكن هم لديهم فعلا الموهبة والقدرات والامكانيات التي جعلهم يستحقون اللعب في المنتخب الفرنسي وهم يؤهلوا منتخب الفرنسي والان نرى كيليان امبابي في الهجوم اعتقد ان نحن لدينا واحد من اكبر وافضل الفرق في العالم في جميع المراكز ولهذا اتمنى ان يبقوا دائما في المكانة المخصصة والمستحقة للمنتخب الفرنسي اعلم ان يوجد المنافسين الكثير والمنافسين في جميع الفرق لان الجميع لديها المواهب ولكن لدينا من الحظ ان اللاعبون في منتخب فرنسا هم في عمر صغير وهذا شيء يعطينا المستقبل وفترة اطول في التطور وتزور بشكل افضل وهذا ما يظهر المنتخب الفرنسي في الفترة الاخيرة وهذا شيء واضح نهاردة تعرير الصحفية اسبانية تحدثت عن خطوة كيليان امبابي القادمة بعد ما ياخد قراره بالرحيل عن باريس سان جرمان تحدثهم ما بين ريال مدريد الاسباني وبين اندية انجليزية لو تتمنى تشوف كيليان امبابي في فريق تتمنى تشوفه في اي فريق تعلم ان اعتقد ان ان امبابي العندية كلها تتمنى ان تحصل على خدماته ممكن ريال مدريد ولكن اتمنى ان يمثل دائما بلده وهذا الشيء الذي اتمنى على الصورة وهذه ما اتمنى ولكن اعتقد ان في هذا اليوم ان ان امبابي لو كان لو كان ليس في باريس سان جرمان هو لم يفوز بدولة بتقبنا على ويتمنى هذا ولكن هو يحقق الكثير مع الفريق ولكن ما اتمنى هو افضل له ان يبقى في باريس سان جرمان ليستطيع الفوز اكثر والحقيق الارقام والالقاب انا اعلم ان باريس سان جرمان يفتقد الفوز بالدوري ابتاء اوروبا ولكن ولهذا قبل ان يرحل باريس سان جرمان يجب عليها ان يفوز بهذه الالقاب قبل رحيله بتاكيد عايز سألك كمان عن رأيك فيما يقدمه اسطورة كرة القدم المصرية واحد من اهم اللاعبين في العالم محمد صلاح في هذه المسيرة الرائعة فيما لاعب اوروبا رأيك ايه؟ نعم نعم لحمد صلاح هو اللاعب رائع هو لاعب ليفر بول هو ما يميزه انه مستمر على مستوى رائع منذ ظهوره من يومه الاول في ليفر بول حتى الان هو لاعب منتظم في اداءه هو لاعب كبير ما اقوله لاعب دائما ما يسعى للتقدم ونرى ان اختياره دائما في على مستوى المنتخب او على الفريق ليفر بول هو يظهر انه شخص جيد قبل ان يكون اللاعب كبير لو سألتك عن تشكيلة رائعة ممكن تحطها لأفضل اللاعبين في العالم حاليا من وجهة نظرك افضل حضاشا اللاعب في العالم حاليا من حراسة المرمى حتى الهجوم حاليا 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 مراحل نہیں حاليا يوقع دائما نعب rencont حاليا سأضع بلينجهام ايضا هو الرائع بالرائع الذي يلعب بمستوى رائع في هذه الفترة مع ريان ماتريد يوجد عدة اللاعبون يعني انا افكر في العديد منهم لا تذكر الجميع ولكن سأضع فريق يهاجم ويكون في منتصف الميدان قوي ايضا ولكن هذا ما اتذكره الان ولكن كما قلت لكم الباقي ليس مجهز له انا اعلم الفريق بالكامل الان استعزينك بس لو ترجع لو ترجع بيضارك شوية عشان الصورة مش واضحة ايوة ايوة سؤالي بقى لماذا لم تضع كريم بن زيمة في هذه التشكيلة الرائعة نسو هذه التشكيلة الرائعة ما حطيتش في خط لجوم كريم بن زيمة لماذا نعم لم اسمع السؤال لماذا لم تضع كريم بن زيمة في هذه التشكيلة المثالية هذا لم يكن انا فقط وضعت الفريق الذي ارغب فيه ان يكون متواجد انت لعبت مع المصري احمد حسن كوكا في اولمبياكوس هل كان تربطكم علاقة صداقة؟ نعم نعم حسن حسن هو شخص رائع انا احبه واقدره بشدة هو شخص اه 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 اترحاب ولعبت معه في أولمبياكوس هو شخص هداف شخص رائع ولاعب هداف ولهذا كانت فترة رائعة بالنسبة لي معه وكنت سعيد جدا وكان لدي الحظ أن ألعب معه في أولمبياكوس ولهذا أنا أحبه لكن هو كان أصيبه لفترة ولكن هو لاعب أنا أقدره وأحبه بشدة في ولاعب كرة قدم رائع يلعب بشكل جماعي لم تلحق أنت بحمد حسام ميدو في مرساليا مضبوط لم ألعب مع ميدو للأسف لم ألعب أبدا أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه المشاركة واحد من أهم اللعيب الوسط في تاريخ منتخب فرنسا ماسيو فليوبينو واحد من اللعيبة اللي كانت مهمة وحريفة وشويتة واللعب كان متطور بشكل رائع جدا 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 كان نص ملعب مش طبيعي مسيرته زي ما قلت لكم تعطلت كثيرا كثيرا كان واحد المفروض تبقى مسيرته أفضل من كده بكتير كمان طيب دي حكاية قبلها كنا بنتكلم عن منتخب مصر صح؟ منتخب مصر نستناه بعد بكرة إن شاء الله وبإذن الله يفرحنا ماشي ده منتخب مصر نروح لأخبارنا وأول خبر كواليس الكواليس ست ملفات مهمة جدا 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 في جلسة كولر المرتقبة مع لجنة التقطيط بالنادي الأهلي هتسمع فيها بعض المفاجآت يلا بينا في واحدة من أكبر المفاجآت داخل النادي الأهلي تكز توقفت مفاوضات تجديد عقد علي معلول دون أي مقدمات وأصبح لاتجاه أن يكون الموسم الحالي هو الأخير للنجم التنسي بالقميص الأحمر بناء على رغبة من السويسري مارسل كولر حيث يرى المدرب أن المستقبل سيكون للثنائي كريم الدبيس ومحمد حمدي لاعب برامد الذي اقترب الأهلي من التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري بخلاف رغبة كولر هناك أسباب أخرى أيضا قدت لتكوين اتجاه بأن يكون الموسم الحالي هو الأخير اللي معلول أبرزها رغبة اللاعب في التجديد لموسمين حتى يعتزل في القلع الحمراء والأهلي عايزه يبقى سنة واحدة بجانب طلب الحصول على مليون ونصف المليون دولار في الموسم خالصة الضرائب دون وجود لبند نسبة المشاركة وهو ما يراه النادي الأهلي صعبا للغاية بالمناسبة علي معلول عايز عقد زي اللي بيقضوا مودست في النادي الأهلي اللي هو العقد ويه عايز يمضي موسمين الأهلي عايز يمضي موسم واحد بس دي نقط الخلاف بجانب ان مرسي كولر عايز ابني كمان للمستقبل نكمل في علي معلول علي معلول قد طلق عرضا سعودية مغرين في الفترة الأخيرة لكن الأهلي رفضوا تماما إلا أن العرض ما زال متاحا الأمر الذي فكر معه مسؤول النادي الأهلي في إمكانية الموافقة عليه وتكريم اللاعب نظرا لمسرته مع الفريق بمنح الموافقة على هذا العرض حتى يحصل على مقابل مالي جيد في ختام مسرته يعني وارد إن معلول يمشي في يناير ملف تاني وهو مصير عمر السلية هذا الملف أصبح نقطة خلاف كبيرة بين مرسي كولر ولجنة التخطيط في النادي الأهلي حيث خرج السلية من حسابات كولر بشكل نهائي ورفض المدرب التجديد له وفي الوقت اللي بتتمسك فيه لجنة التخطيط باستمرار اللاعب نظرا لكمتوا مع الفريق وكونوا أحد الكبات المهمين في النادي ملف آخر وهو موقف صلاح محسن مصير صلاح محسن أصبح أيضا نقطة خلاف بين كولر ولجنة التخطيط المدرب يرغب في التخلص من اللاعب كلا شهر يناير المقبل لعدب قناعته بمستوى في الوقت اللي بترى فيه اللجنة أنه ليس هناك ما يدعوه للاستعجال في التخلص من اللاعب خصوصا وأن كولر هو الذي طلب عودته بجانب أن فكرة تسويقه في يناير ستكون صعبة للغاية ولن يحصل النادي على عائد مدي جيد سواء من أعارته أو رحيله ده صلاح محسن طلب كريستو الرحيل اللاعب تونس الشام محمد ضو كريستو يتمسك في الوقت الحالي بالخروج ولو على سبيل الإعارة لأي نادي حتى لو في الدور المصر لرغبته في اللاعب والمشاركة بعد خروجه من الحسابات الفنية لمارسل كولر وفي نفس الوقت تريد لجنة التخطيط أن يحصل اللاعب على فرصة مثل باقي زملائه للحق علي الخلاف حول موقف أنتوني مودست هناك خلاف في وجهات النظر بين كولر و لجنة التخطيط حول موقف المواجم الفرنسي حيث تريد اللجنة أن يكون الحكم النهائي على اللاعب في شهر يناير نظرا لأن المؤشرات حوله ليست جيدة وترى اللجنة أن بطولة كأس العالم للأندي أفضل فرصة لاختباره والحكم عليه خصوصا وأن النادي يريد التخلص من الحمل المالي الكبير لللاعب في الوقت الذي يتمسك فيه كولر باستمراره أو باستمرار اللاعب لنهاية الموسم وعدم الحكم عليه الآن متأخر أوي أوي استنوا لأخي الموسم كتير يعني المفاجأة الكبرى كبرى كبرى عقد كولر لم يوقع حتى الآن خصوصا في زل التأكدات التي خرجت خلال الفترة الماضية باستمرار كولر مع الأهلي حتى 2026 إلا أن المدرب لم يوقع على العقد حتى الآن والأمر برمته لم يتعدى كونه اتفاقات تمت بين الجانبين دون توقيع رسمي وهو ما تريد اللجنة حسمه في الاجتماع المقبل أكمل لك الحكاية الأهلي لما مرس الكورة يرجع من أجاستو هيقعد معاه يقول له بص يا سيدي إحنا عايزين نوقع التجديد نوقع التجديد بس النادي الأهلي ناوي ووقع تجديد مع مرس الكورة لو هو وافق لمدة موسم واحد مش موسمين يعني الحد نهاية 25 موسم 25 24-25 مرس الكورة وأنا قلت الخبر لده لحراركم أول مبارح أنه عنده عروض كتير في الخليج والنادي الأهلي أو إدارة النادي الأهلي فهمة وعرفة أن كورة بيفكر بيفكر فهم هيقعدوا معاه أنت مركز معنا أنت بكمل معنا امضي امضي غالبا موسم طيب لو أنت ناوي تمشي ما عندناش مانع قل لنا قل لنا أن أنت خلاص الفطرة العظيمة اللي أنت قدتها معنا دي كانت عظيمة جدا ونحترمها ونقدرها وأنك أنت عايز تاخد خطوة جديدة عشان حرفيا وكيل أعمال مارس الكولر شغال مناقشة عروض في الإمارات وفي السعودية وفي قطر طول الوقت دي معلومة وأكدها مية في المية بس الراجل نفسه هو مكمل ومركز مع الأهلي بحسب ظننع يعني بحسب عقده المستمرة لنهاية الموسم على الأهلي بس الأهلي لو لقاه أنه خلاص دماغه راحت للحاجات دي للعروض الأخرى يعني هيقول له مع السلام نعرف النهاردة عمار جيب لكم مفاجآت من النادي الأهلي تحديدا يعني طيب أسوريو النهاردة قعد ده أخبار نادي الزمالك بقى أسوريو النهاردة قعد مع مسؤولي نادي الزمالك وعرضوا عليه أنه ياخد مستحقاته المتأخرة لما ثلاث شهور كاش بشرط أنه يتنازل عن الشرط الجزائي وده حل اترفض تماما من أسوريو طيب الزمالك ادي له عرضي تاني قال له هتاخد فلوسك المتأخرة كمستحقات كاش وهتاخد راتب شهر فقط كشرط جزائي مش شهرين برضو رفض قالوا له طب خلاص تعالى نجدول مبلغ الشرط الجزائي وتاخد الراتب أو الراتب بتاعك المتأخر كاش وهنا أسوريو قال لهم طب لأ استنوا بقى إيه أنا محتاج فرصة أفكر في العرض الأخير ده العرض الأخير ده الكلام اللي اتنشر أنه أسوريو رفض فكرة الجدولة وده مش حقيقه هو طلب أنه يستشير المحامي بتاعه وبحسب معلوماتنا أو بحسب اللي احنا توصلنا ليه أنه لما طلب من المحامي بتاعه أو استشار المحامي بتاعه والمحامي بتاعه قال له وافق وافق على الجدول ليه نقصوله لما راح اتحاد الكرة بيسأل على الشك واللي ممكن يشكوها النادي الزمالك وهتاخد وقت قديه قال له هتطول يعني هتطول هتحبه حلوين فالراجل المحامي بتاعه قال له لا تعالى نجدول وخلاص عشان ما نعودش نلف حوالي نفسنا مع نادي الزمالك وفيين فلوسنا وفيين مستحقتنا ونروح للمحكمة الرياضية ونروح للفيفا وكيه كيه الزمالك أصلا عنده قفقيد يعني هنعجبه بيه أكتر من كده فتعال إيه نحل الموضوع ودي اللي بأكدوا لك النهاردة إن موضوع أسوريو مع نادي الزمالك هيتحل بشكل أو بآخر إدارة الزمالك الحالية متفهمة جدا فكرة إنه لالة تسعيد مرة أخرى الزمالك مش هيقعد يلف على المحاكم الرياضية والفيفا والكلام ده كله تانيش فحيحلوا الموضوع حيحلوه دي نقطة الحسم يعني طيب رغم القرار اللي صدر يمبارح من إدارة نادي الزمالك بخصوص تجميد سلاسي الفريق محمد صبحي وإحمد فتوح ومصطفى الزنالي لمدة شهر وخصم جزء من أقضاء لكن ما زال هناك إمكانية لتجديد عقد محمد صبحي مع نادي الزمالك طب إزاي طب إزاي تعال أقول لك يلا بنا ما فيش ما فيش هنا أولا بالنسبة لقصة المشاركة في المباريات المشرفين على قطاع الكرة لما كابتن أحمد سليمان ولكابتن حسين السيد قاله لكابتن معتمة جمال معاك شهر من دلوقتي يتم فيها أو يتم فيهم يعني خلال التلاتين يوم يعني تجميد محمد صبحي بعد الشهر عايز تلعبه ويشارك في المباريات برحبك وفقا لحاجتك الفنية بس دلقيه لحد شهر يناير طيب ثانيا بالنسبة لقصة استمرار عرضه للبيع صبحي في التحقيق أكد إنه أخطأ إنه أخطأ ومعانيتش يعني لما خرج من المعسكر والناس كلمته يرجع على طول رجع وهو قال إن أنا شايف إنه ده خطأ مش هيتكرر مني ومستعد للإعتذار بشكل عام للعودة لكن إدارة الزمالك حتى الآن متمسكة جدا بموقفها بخصوص فتوح والزناري لكن بالنسبة لمحمد صبحي الوضع مختلف شوية ليه؟ عشان إدارة الزمالك قالت له إنه فيه إمكانية للتفكير في عودتك بعد يناير وإزالة قرار البيع اللي يخصك لو لو مضيت على تجديد عقدك على بياط على بياط لحد الوقت في نفس التوقيت يعني محمد صبحي بيحاول يجيب عروض عشان هو عنده متطلبات معينة ومش عايز يمدي على بياط العروض اللي هو مستنيها محمد صبحي لحد هذه اللحظة ما جاتش طب لو ما جاتش هيمدي على بياط وهيرجع يكمل معناه دي الزمالك تاني فتوح ومصطفى الزناني موقفهم شبه محسوم في الزمالك الصبحي يعني ممكن تعد لكن فتوح والزناني غالبا شوف أنا بحاول برضو أختر ألفوزي مش عايز أأكد أي حاجة الله أعلم بالغيب غالبا الموضوع بتاعهم محسوم هم خارج نادي الزمالك نرجع تاني منتخبنا الوطن منتخب مصر عنده يوم الخميس مواجهة أمام جبوتي بعدها في نفس التصفات تصفات كاس العالم مباراة مهمة جدا أمام منتخب سيراليون أميدو كريم الموديل الفني لمنتخب سيراليون راجل لعب في الدور المصري اللي هي في الكرة المصرية لعب مع عشبين الكوم لعب مع انبي لعب مع السويس لقوا زكريات عظيمة في مصر هم عاية دلوقتي عبر زوم نسأله عن هذه المواجهة القوية بين منتخب مصر ومنتخب سيراليون يوم الحد القادم إن شاء الله ونسأله طبعا عن ذكرياته في مصر يا فندم شرفني ومنورني في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري شكرا لك شكرا جزيلا شكرا قبل ما تحدث عن المباراة والمباراة الكبيرة بين منتخب مصر وسيراليون بالتأكيد فرصة سألك عن ذكرياتك العظيمة في كرة القدم المصري أو في الدور المصري نعم شكرا جزيلا شكرا لأنكم دعوتوني لهذا اللقاء فترتي في مصر كانت رائعة لقبكات في مصر من 11-12 عام ولعبت بشكل وحبيت مصر بشدة كانت ذكريات رائعة في الدور المصري ووسط المصريين لعبت مع لعبين كثير جدا ولكن لدي عدة خبرات مع جميع اللاعبين وتعدى التجارب ولدي ذكريات رائعة عن كرة المصرية وأنا أحب كرة القدم المصرية أتذكر أن أنت تقريبا سجلت قبل كده في الأهل والزمالك لو أنت تتذكر هذا الأمر نعم نعم بالطبع أنا سجلت في الأهلي وسجلت في الزمالك سجلت وكانت أجمل لحظة في حياتي عندما سجلت في مرمى الزمالك أنا كنت في شابين الكوم وسجلت في مرمى الزمالك وعندما سجلت في الأهلي لن أنسى أبدا كنت في نادي غزل السويس هل هدفين لم أنسى أبدا هزالها هدفين هل تتذكر الأصدقاء لك في مصر؟ طبعا أنا لدي العديد من الأصدقاء في مصر أنا لأهاني يونس والعديد وكوفتا والعديد من عصام شعبان والعديد من الأصدقاء في كرة القدم المصرية والأشرام وعليل تركي أنا لدي العديد من الأصدقاء في لعبين سواء أصدقاء أنور سلامة نور سيد كلهم 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 رائعين وأنا أحبهم جدا في مصر نذهب للمواجهة المهمة جدا أمام منتخب مصر منتخب سوريوني واجه منتخب مصر يوم الأحد القادم في تصفيرات كأس العالم كيف تنظر لهذه المواجهة الكبيرة هي مباراة صعبة جدا أنا أعلم أنها مباراة صعبة جدا أعلم أن فريق المصر قوي جدا ونحن لاعبنا في موجهة مصر والمنتخب المصري لديه العديد من اللاعبين لديه محمد صلاح طبعا الترزيجية لعب رائع ولكن نحن جاهزين المباراة نحن أعدينا لهذه المباراة بشكل رائع ولا أعلم أن هذه المبارتين لن يكونوا سهلين ولكن نحن سنلعب بقوة وأعتقد أنه سيكون مباراة طائعة هل ما كنتش تتمنى التواجد في مجموعة واحدة مع المنتخب المصري أنا سعيد أنا سعيد أن أكون مع منتخب حجم وقوة منتخب مصر منتخب مصر لديه لعبين أقوى جدا ولذلك أنا سعيد عندما تلعب أمام مصر هذا شيء مهم لنا هذا شيء مفيد لنا في كرة القدم أن تلعب منتخب قوي إذن هذا شيء مفيد لنا من حسابات كرة القدم ونحن جاهزين للعب أمام منتخب مصر هل طموحك في هذه المجموعة أو توقعك في هذه المجموعة أن منتخب سيريرون قادر على الصعود إلى كعس العالم منها أو المرحلة النهائية كل دولة لديها نفس الحظوص في الصعود والتأهل خصوصا أننا بدأنا أن نسعى لهذا وأنا متفائل بشدة أننا نستطيع التأهل هل منتخب سيريرون في الوقت الحالي كامل العدد بكل اللعبين المهمين في المنتخب أم هناك نواقص لإصابات أو غيابات بأي شكل أسف لما أسمعك هل منتخب سيريرون منتخب الآن كامل العدد بالنسبة للعبين أم هناك إصابات أو غيابات لا لا الجميع جاهز الجميع جاهز الفريق كامل لا يوجد أي إصابات ولا يوجد أي إصابات واللعبين جاهزين للعب أنا أشكرك شكرا جزيلا أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيريرون منافس منتخبنا الوطن يوم الأحد القادم في المباراة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 دي حكاية نروح بقى لحكاية مهمة جدا جدا مرار حمدي واحد من أهم المهاجمين المصريين في الدورة المصرية محليين يعني وراجل كان له زهور رائع جدا مع كلوس كيروشي المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني مهم جدا دايما في سوق الانتقالات في مصر كان بادئ بداية رائعة جدا مع المصري وحصلت بينه وبين جمهور المصري بعض المناوشات فالراجل ابتعد عن الفريق تعال حكي لك الحكاية وحكي لك كمان مستقبل مروان حمدي هيكون عامل ازاي يلا بنا النادي المصري خلال أيام الأخيرة قام بإبلاغ وكيل مروان حمدي بالبحث عن عرض مناسب لللاعب للرحيل في شهر يناير المقبل خصوصا في زل صعوبة استمراره بعد أزمته مع جماهير النادي خلال مباراة بيرامدز بالدوري إدارة المصري حددت من 30 إلى 20 مليون جنيه مقابل مادي الاستغناء عن اللاعب خصوصا وأن نادي تعاقد معه من الزمالك مقابل 18 مليون جنيه هناك أندية بدأت بالحديث مع وكيل اللاعب لكن بشكل ودي منها نادي سيراميكا كليوباترا هذا إلى جانب بعض الوكلاء الذين يتحدثوا حول إمكانية وجود عرض من النادي الأهلي لللاعب حتى الآن جماهير بورسعيد ما زالت غاضبة من اللاعب وطرفت استمراره مع النادي خصوصا وأنه لم يقدم أي اعتذار حتى هذه اللحظة عن الواقع هناك محاولات من جانب كامل أبو علي رئيس النادي وعلي ماهر المدير الفني الفريق من أجل احتواء الأزمة والإبقاء على مراوان بصفوف المصري شريطة أن يعتزل اللاعب للجماهير عما بدرة منه المصري يتضرب في أحد الملاعب بالقاهرة خلال أيام الماضية طلبت جماهير بورسعيد أن يتضرب النادي في المدينة لرغبتها في رؤية اللاعبين والجهاز الفني الأمر الذي دعا علي ماهر لعدم استحاب مراوان مع الفريق إلى بورسعيد وأبقى عليه في الكاهرة يؤدي برنامج تدريبي خاص وضع له له صعوبة ظهوره أمام جماهير النادي خصارة يعني بصت شوية التفاصيل هتقول لي كريمة يعني الجمهور برضو ما يبلغش هقول لك الجمهور جمهور فيها حتة في العالم ليحبك كلاعب يقفل منك أتصور أن الموضوع ينفع يتلام بس طبعا مراوان لازم يعتذر خلق بالك مراوان لعب مهزب جدا 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 بس إن فعالاته أحيانا ما تبقاش محسوبة فأنا لو لديه نصيحة أنصحه اعتذر ده الجمهور كده كان يحق عليك فما ينفعش أبدا كنت تتبادل مع أي شيء ولو ما حصلش فالمصر كده كده إدارة النادي عمش هتعادي جمالة فهيعرضوه للبيع فيه عندها في مصر كتير عايزة الزمالك لسه ما رفعش الكيد فالحل اللحظة دي هو بعيد الأهلي محتاج مهاجم سألها يشتريه ولا ألا الله أعلم فيه عندها تانية بقى كل عندها في مصر تحب يبقى مراوان حمدي عندها زي ما تركم هو ربما يكون أفضل مهاجم مصر في الوقت الحال ربما يعني في الدولة المصرية طيب النهاردة مسؤولوا نهايدي فاركو قرروا أنه هما يفسخوا عقد عمر ورد قرروا يفسخوا عمر ورد ليه؟ أنه جاهز الفني فكادة كابتة خيادة جلال والموديد الفني السابق لفاركو شايفوا أنه عمر ورد ما بيلتزمش في التدريبات ما بيلتزمش في المعسكرات بيغيب بدون إذن بقى حيات كده كتير تمام؟ دي الحكاية يعني إنه فاركو فاسخ عقده عمر ورد حشوفنا عمر ورد في أول الدوري مطش واحد ومعملش أي حاجة في المطش ده معه فاركو عمر ورد عنده 30 سنة مش كبير يعني لسه ما ما دخلش مرحلة اللي اعتزال الراجل أصلا قبل ما ييجي فاركو كان مضى مضى معنادي كبير في المغرب اسمه نادي الرجاء وتفسخ عقده قبل ما يلبس الملعب برضو الأسباب من هذا النوع مش هحكي لك بقى عن ذكرياتنا مع عمر ورد أنا أحكي لك الحاجة واحدة بس الراجل ده كان واحد من نجوم منتخب مصر في 2017 الراجل ده عنده موهبة عظيمة جدا الراجل ده بهدل نفسه أنا يا جماعة العقليات دي ما ما فهمهاش اللي هو إيه ربنا يديك فرصة واثنين وثلاثة وعشرة وتفضل تهدر كل الفرص تهدرها طول الوقت حاجة في منطقة الغرابة بصراحة بس هو يعني يشيل شلته بصراحة يا ربنا يديك فرصة وانت بالضياع كل مرة يعني فخلص عيش بقى حياتك زي ما انت عايزت عايش النهاردة كان فيه لعب محترم اسمه كريم أسامة بيلعب في فريق طنطة في دوري المحترفين وحصلت وقعة غريبة وطريفة شوية كريم أسامة اضطرت اضطرت ازاي خد انذار خد انذار بسبب الاعتراض تمام؟ على حكم وبعد كده راح سجل هدف اللقطة هي أمام حضرتكم تمام؟ وبعد كده راح سجل هدف قدام فريق النجوم بعد ما سجل الهدف على طول راح ألعى التيشرت ألعى التيشرت أنا أخذ انذار راح ألعى التيشرت فطبيعي جداً هاخد انذار تاني فالراجل يعيني بيحتفل وألعى التيشرت ومتحمس جداً واخد انذار فوسلم على مدربه رجع طبعاً وحد بيلحقه بالتيشرت تلحق نفسك أنت أخذ انذار يا ابني حد بيقول له تناسي ولا إيه تمام؟ أنت تنسيت أن أنت أخذ انذار يا جدع فطبعاً خد طرد في موقف يعني كان يبدو غريب شوية ومعرفش هو فكر في إيه ساعتها بس أكيد ليه رأي يعني أكيد هو فيه سبب أكيد فيه سبب حصل أنا معرفوش فتعالي نعرفه نفهم يعني وجول حلو في التحرك كان حلوة وكمان في الجول بصراحة حياتي طيب معي أو عبر الهاتف الآن الكابتن كريم أسامة لاعب فريق طنطة صاحب هذه الواقعة يا كابتن كريم منور الدنيا أمني الشبكة معلش يا كابتن كريم لو نقف في حتة بس فيها شبكة عشان الصوت مش واضح كماني كده إن شاء الله يبقى كويس أخبارك كله بخير والحمد لله تمام الله الأول بهنيك على هدف ده عشان لسه أنا بشوفه دلوقتي وقلت يا ده بحلوة التحرك بتاعك فيه كان عظيم جدا يعني قبل ما نتكلم على الله حصل ربنا يخليك اسلام لي والله طيب البداية طبعا أنا أهلا حضرتك ونسأل مشاهدينك أهلا بيك والله بص أيوة هي الواقعة بالمناسبة كنت كريم الواقعة غريبة الواقعة وأنا بشوفها النهاردة ابتسامت زيك كده بالزبط قلت طب ليه طبعا تكون لا أنا أتفاجئت والناس كلها بتتكلم يعني واقعة بالله والناس كلها بتتكلم عن الواقعة ديت صحيح طبعا يعني واقعة غريبة طبعا أه أنا بص أنا خدت خطة والله في دماغي خدت خطة في دماغي طوية جدا يعني صراحة وطبعا نزل الجهاز الطب وكده وتعليك بس أنا خدت أنظار بعد إما أمت طبعا بعد إذا حكم الناس بتلعب جامد وتضرب على رأيك ما تحسبش ما تضيش فاولات أصلا فما تتكلمش معي وأمر فعله ينزار طبعا بعدها خدت خطة في دماغي فأنا نسيت والله اللي أنا خدت أنظار آه يعني وانت سنة بس سنة سنة كما بتتكلم عشان أفهم يعني وانت بتحتفل وبتعلع التيشرت انت ما كانش في الماكل انت واحد انت عايف إنك لما هتعلع التيشرت هتقد أنظار من الخطة آه طبعا من الخطة نسيت آه من الخطة طيب ده يفصل اللي حصل انا برضو انا عادت اقول ده ضحى ضحى مستقبله في المباراة قال لك اده هتطرد مش مشكلة. اه. فانت كنت انسيت. بس هنا انت هنا دلوقتي بقى بتقول لي حاجة تانية تخوف اكتر. يعني انت وانت في الملعب كان عندك خطة جامدة في المائك وكملت اللعب عادي. وكملت طبعا اه. اه برضو ده مش مش صحة كابتن كريم برضو لصحيتك. اه طبعا يعني انا خلال حضرتك اه. اه. حابب برضو عشان فيه ناس جعلت مني كتير بصراعة في صنطة. اه. حابب طبعا اعتذر طبعا لجمائيل نادي صنطة واعتذر لمجلس الادارة والجهاز الثاني والعيبة. طبعا بعتذر لهم عن اللي حصل دهوت. اه. اه. اللعبنا خمسين ديها تعكيبا. اه. اه. ما توقتين بسبب. طبعا بطارد طبعا اثر على الفرقة كلها. اه. اه. فانا طبعا بعتذر لهم من خلالك. واي. طب. كابتن كريم وانت رايح للحكم بيديك الانزار التاني. قلت له ايه. عدري يا كابتن احنا اللمسة ليه وما كابتن بتحسيرها. فولي احنا كابتن عملت فعالينا الانزارات. احنا بناش عارسين من خط انزار. اه. انت بتقول له احنا نسينا من كتر انزارات فانت نسيت من كتر انزارات. احنا. بس خلاص كان الفسوية في الرسمة ومش يلفع برضو يقول لك مش تاخد انزار بعد معلقة التيشرت يعني. خلاص احنا هعمل ايه يعني هو حتى لو عايز. انا الفوز. طبعا. الحمد لله اللي احنا اكتبنا. طبعا. على 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 اللي حصل ده يعني. الحمد لله يعني من عد ربنا طبعا. صحية. كابتن كريم اسامة لعب فريط. انا بشكرك شكرا جزيه على هذه المداخلة. موقف غريب شوية برضو مش مفهمتوش يعني. طيب. في حكاية حلوة كده لازم حضراتكم تعرفوها يعني. كلام كله ان كاليا ينبابيه. هيروح ريال مدريد. بعد نهاية عقده مع بريس سان جرمان. تمام. ويه. الناس بتقول لك هيجي في يناير. لا يقول لك هما يخلص عقده في نهاية الموسم. فاسبانيا نفسهم في انقسمات ما بين جماهير ريال مدريد. وما بين حتى الناس في ادارة ريال مدريد. ويقول لك كريم ينبابيه تلعب بريال مدريد قبل كده. وما ينفعش ييجي ريال مدريد. وجزء تاني يقول لك انه لأ اول ما هينزل ويلعب ويطالك هيبقى مميز. جزء يقول لك انه الراتب بتاعه هيبقى اكبر من كل اللاعبين فممكن يعمل انقسام في الفريق. جزء تاني يقول لك لأ موالي المدريد طول عمره كان معتاد انه يجيب نجوم من النوعية دي فما كانش فيه مشكلة في الفريق. فيه تفاصيل كثيرة فيما يخص كاليا ننبابيه. تمام. وكل انا اتحدث عن ايه من كاليا ننبابيه رايح ريال مدريد. قال شرينجيتو ده واحد من اهم البرامج الرياضية في العالم واهم برنامج الرياضي في اسبانيا. طلعوا مبارح مفاجأة نارية. نارية. قال لك ايه? قال لك ان ريال مدريد في مفاوضات متقدمة مع مين? مع قلق هلند. هلند ممكن يروح ريال مدريد. اهم مهاجب في العالم. مهاجب مانشستر سيتي. ممكن يروح ريال مدريد. هل الكلام ده بقى صح ولا غلط? الله أعلم. فاسبانيا بيقول لك انه فيك شرط جزائف عقد هلند. عقد هلند. شرط جزائف بيقول ايه? لو هلند حب يفسخ عقده مع مانشستر سيتي. بس مش لنادي في انجلترا. يعني لو في حد ايه يدفع لهلند? او يدفع مقابل شراء هلند من خارج انجلترا? يدفع 200 مليون يورو وياخد هلند. انجلترا لأ ممنوعة. الان ده بتاقي الانجليزية. لكن لو نادي دفع 200 مليون يورو عشان ياخد هلند من بره انجلترا اهلا وسهلا. 200 مليون يورو رغم انه رقم ضخم جدا بس على هلند قلال جدا. بصراحة يعني. تلاقيه بصغير. اهم هدف في العالم. حاجة مش طبعية يعني. فتمام. بيب جورديولا نافع الموضوع ده. وقال لك لا ما فيش حاجة يسمعها كده في عقده ومكان ده مش مزبوط. فاسبانيا الصحافة الاسبانية بتأكد انه موجود. طيب. لما انبارح اتكلمه في اسبانيا على قصة ان هلند ممكن يروح للمدريد. الرجل المدير الرياضي بتاع مانشستر سيتي طلع في احدى الازعاعات الاسبانية وقال انه ما فيش كلام من ده. وهلند مكمل مع مانشستر سيتي على اقل دلوقتي. وما فيش مفوضات مع اي نادي. وغالبا هلند هيقعد سنوات طويلة مع مانشستر سيتي. فانا كده حكيت لك الحكاية كلها. والقصة كلها. وفوق اوروبا والبرامج الكبيرة او المواقع الكبيرة او الجوارات الكبيرة دي لما بتجيب معلومة ما بتجيبهاش من بين قصين كده من تحت بير السلم. لا. يبقى من مصدر موصول جدا. فهلند ممكن يروح ريال مدريد. وكاليا ننبابيه ممكن يروح ريال مدريد. بس غالبا مش اللي اتنين. غالبا واحد منهم يعني. في يكون معايا محمد جمال ومحمد خليفة جايبين حاجة مهمة جدا. من اللي عيبة الجامدة جدا اللي اتعلقت في الدولة الممتاز حتى هزي اللحظة. بعيد عن الاهل والزمالك والبرامج. خليكم معايا. طيب. كده كده في الدولة المصري في نجوم كتيرة قوي. بس دايما زي بيقولوا كده ايه بتبقى خارج دائرة الدق. يعني دايما النجوم الاهلين نجوم الزمالك ممكن شو هي بيرامج. لكن باقي النجوم اللي بيعملوا كرة حلوة اللي بيقدموا كرة حلوة ممكن ما حاش ياخد باله منهم قوي. فاحنا قلنا النهاردة نحاول نحط الدق عليهم. عشان الناس تعرف مين ناس اللي تقلقت في الدولة حتى هزي اللحظة. وبما اننا هم حط الدق عليهم ناس جمدة جدا. محمد جمال ومحمد خليفة اجيمي من نور الدنيا. حبيب يا كم. اخبارك ايه. كل حال. خليفة من نور الدنيا كل عاد. ده بنورك كريم. كل امورك كويسة. زي الفل حبيب. يا ربي دايما. معاكب انا زي الفل. يا حبيب. جمال النهاردة وخليفة عيحطوا تشكيلة من الحارس للمهاجم. الافضل في الدورة بعيد عن الاهل يوزبك. وبرامد. بالمرة كمان. عشان هم برامد بقى في الدائرة بتاعت الاهل يوزمالك يعطي. نبدأ بحراسة المال. وشوف انا اخش لك عالجدة على طول. قبل بس ما نتكلم. قبل بس ما نتكلم. قبل ما نتكلم. قبل ما نتكلم على التشكيل. قبل ما نتكلم على التشكيل. يعني هنحط حتة كمان احنا نحطين شوية معايير. انا بالنسبة لي حطت شوية معايير. رقم واحد انه يكون الفئة العمرية بتاعت اللاعب. لانه ده هيعكس بشكل ما. مش بس احنا مش بنتكلم على من تقلق. لانه في ناس تانية تعلقت غير دول. عشان ما قاش بنظلم من تقلق خارج الحداشر اللي انا جايبهم او الحداشر اللي جايبهم خليفة. النقطة التانية بنتكلم على التسويق. وانه مين من دول ممكن يبقى موجود في مريكاته الشتاء او مريكاته الصيف. الله عليك. لو كمل على ده. الله عليك. فانت بتتكلم على قيمة تسويقية. فئة عمرية. بتتكلم على انه اللاعبه دي تقلقت وما كانش عليهم الاسبوت. عشان كده استبعدنا اهلي وزمالك. وفيه بره اهلي وزمالك وبرامدز. فيه وره الاهلي وزمالك وبرامدز. اللاعبه بتروح منتخب بالمناسبة. وقت اليوم معنا في التشكيل. لكن بتكلم على اللاعبه. انا حطت حكتين. يلعيب تقلق. يلعيب عليه كلام كتير. انه هو رايح في حتة. او ممكن ينتقل في الشتاء. او في الصيف. ومن بره. الاهلي وزمالك وبرامدز. هبتري في حراسة المربع؟ وبالتالي برضه بتعادت عن اللاعبه اللي هي قريدي. يعني خلاص بقى. وليستابلشت في الدوري ومعروف. وهو بيروح المنتخب زي ما جمال قال كده. يعني انا مثلا في الباك اليمين ما روحتش لعمر كمال. رغم ان هو افضل ظهير ايمان موجود في الدوري مع محمد الشيبي. ولكن خلاص هو الجمهور مش ممكن ما يبقاش عايز يسبع تاني عمر كمال. مش محتاج يسمع ان عمر كمال عبي واحد جامد. اه بالضبط. حتى اللاعبه اللي ممكن اتكلمنا عنها. بالنسبة لي في اللحظة الشهر اللي انا اخترتهم. لو فيهم لعيب. قريدي معروف شوية. لان في ساحة لعيب برضه بيبقى فرض نفسه قوي. محتاج تقول عليه انت انت الافضل. ما جبنالوش لقطات كتير وما اتكلمتش عليه كتير. كنت حريص على الناس اللي هي مش باينة قوي. ان احنا نلقي الدوق عليهم ويبقوا بينين عشان المشاهد يستمتع باللعيبة. وبعد كده يتفرج عليهم. وكمان فيه لعيبة كتير بتستحق التحية. فهي تحية برضه مننا للأداء. وخصوصا احنا بنتكلم على الست أسابيع دول. حلو. حلو. هنعمل ديل مع بعض. يلا بينا. هنجي بسرعة جدا. عشان ندمن نحن نوصل للعب رقم 11 في الدول. يلا بينا. نبدأ بحراس الموضوع. لعب رقم واحد بالنسبالي. ونعرض اللقطات يا اللقطات مش كتير. علشان نكسب وقت يعني. عبدالعزيز البلعوطي. لعيب من اللعباء اللي ماشين بشكل ممتاز من المسلم الماضي. من الحراس اللي ساعده انبي بشكل كبير جدا. خاصة مع وجود تامر مصطفى المسلم الماضي والمسلم الحالي. انه ساهم في مباريات وفي توقيتات صعبة جدا. يعني في المباراة دي كانت مباراة انبي امام فيوتر. الراجل تقلق شال واحدة صعبة جدا. مباراة الزمالك شال اكتر من واحدة. وساهمت في انه في المباراتين سواء انبي يتعادل او يكسب في مباراة الزمالك. ساهم باكتر من كورة انه هو يساعد انبي انه يكسب. بالمركز اللي في انبي دلوقتي والحالة اللي عليها انبي. والنهم قادرين يلموا ابنات بلغوط الكورة في الدور الاول. وقادرين يتواجدوا في مكان كويس. بعدد من اللاعبين في منهم كتير لاعبين صغار. لا بتتكلم على انه وراهم حارس متميز جدا. حارس وبالمناسبة معلومة على الهامش انه كان مرشح جدا جدا انه روح منتخب مصر. هو محمود الزنفالي حارس مرمى الداخلية خلال التجمع الماضي. لكن يمكن رؤية فيتوريا. انه لازم في حارس ثالث صغير شوية في السن. ها دي شوية اللي قللت من فرصتها. اقول بس معلومة كمان على الهامش. عشان ممكن الناس كتيرا متعرفاش انه البلغوط يوحب من نشيه النادي الاهلي. وقالوا خرجوا من النادي الاهلي. ده جيل محمود كهرباء يعني كان خرجوا وكهرباء مع بعض الانبيان. ونيني. ونيني برافا دي. طيب. انا شخصيا بقى كان عندي معيار اصعب شوية. ان جمال اختار قبلها فانا كنت ايه ببعد قدر الامكان عن اختياراته. اه بس بي. طب حلو. تعال انتفق اتفاق. انه ممكن اختبار اختيارات جيمي ديته تبقى متفق معها. انا متفق مع ابدا. بس احنا بنكمل. يعني فرصة ان انت تجيب نجمة اخر. يعني واحد تقلق اخر. فروحت الحد هو ممكن اسمي ما اتذكرش كتير عشان ما لعبش كتير مع الجيش. محمد شعبان. هو ظروف اللعبه صعبة جدا. الجيش ممشاش كويس في اول ثلاث مباريات تعادل وهزيمة وهزيمتين. فالراجل لعب في ظروف صعبة جدا. يعني دخل فيه جمه من مصري المصري الصعب. صعب قصدي. بعد كده هو تقلق في المباراة دي اللي كانت فيصلية لطلاع الجيش. لقاء السيراميكا واخد ما نفزمتش. شال كتير جدا جدا في مباراة السيراميكا. كنت صعبة جدا. اه. كنت صعبة جدا. وكان زي ما اقولك يا نقطة تحوله الجيش. قبلها الجيش كان معاه نقطتين. من ثلاث مباراة. في اللقاء ده. الفوز. وهو كان ما نفزمتش. وجي في موتش الاسماعيلي. الجنين برضه هو ممكن يكون. يعني. دخل فيه جنين. ولكن في رأيي. الجنين من مسافات قريبة جدا. مش بتروعه تماما. تصدى الحاجات كتير. فانا بلق الدوع عليه. وخصوصا ان هو زي ما قلنا كان جاي حارس تاني في طلاع الجيش. فان هو ياخد. ان هو يبقى الحارس الاساسي ويلعب. فدي تحية ليه. ممتاز. ان هو قدم اداء جاية في بعض. تفق جدا مع خليفة بالمناسبة. عظيم. اعمل مشاطة ممتازة. عمر كمال عبد الواحد. وكان روحت لعمر. وحطه في مركز الزهيري ايمن في تشكلتي. لان هو في الاخر بيلعب في مركز الزهيري ايمن سوق. مع المنتخب. او حتى في المعتاد مع فيوتر. نعرض الجراف بتاع عمر وبعدين نعرض الفيديو بتاعه. النهاردة عمر كمال بيحب بيبدأ الموسم في مركز الباكليفت. بيتقلق وبيسجل اهداف وبيصنع من مركز الباكليفت. علشان كده حبيت طلق الدوق على دي. على ان الراجل ده في البكرايت بيروح منتخب مصر. بيتقلق منتخب مصر وبيسجل مع منتخب مصر. ومشتهدف في الانتقالات اللي جاية. يمكن من ضمن المعيرة حطيتها متوسط التقييم. عدينا على اكتر من بلاتفورما كده. وبقيت اجيب متوسط الت تقييم لمجموع المباريات هذا الموسم. فمتوسط التقييم بتاع عمر كمال عبد الواحد سبعة وخمسة من عشرة. ده متوسط جيد جدا بالمناسبة. سجل هدفين. عنده تلاتين سنة. القيمة التسويخية بتاعته 40 مليون جنيه. لكن نحط في الاعتبار. ان القيمة التسويخية بتاعته 40 مليون جنيه. لكن متبقف عقده 6 شوك. عشان كده مش هينتقل بال40 مليون جنيه. لو انتناقل في يناير الحالي. خاصة انه خريب جدا من عدة اندية. يمكن اقربه من نادي الاهلي. لكن هو في تفاوض عليه من اكتر من نادي. فهو لما. غير انه 30 سنة كمان. ان هو لما هيجي ينتقل لما في العيب لما نيجي لما بلوله واحد وتلاتين سنة. لا وهيدفع في اكتر من كده. لو هيمشي. لكن عمر كمان عبد الواحد. آآ علشان ميبقى في عقده 6 شهور كمان. فده شوية ما بيخليش الرقم طعم بيبقى ممكن نوصل ما بين ربع وتلت الرقم ده. وينتقل يعني. ان اللقطات بتاعت عمر كمان عبد الواحد. اه. الهدفين جاب الهدفين. جاب الهدفين. جاب الهدف اللي كان في مرمى الداخلية على ما اتذكر. اه. كرة. ده واحدة. ده واحدة. لا ده كان في مرمى منتخب تونس. ده منتخب تونس كنتش شايف. ده في مرمى منتخب تونس. الموسم الحالي برضو بالرجل اليمين. بالرجل اليمين. هيحطها تاني واحدة بشماله واحدة بيمين. واللي في الدوري من اين. من الناحية الشمال. انت سخلص واحطتهم بيمين ولا بشماله. ودي ايجادة عظيمة انه بيجيد التصويب وبيجيد استخدام كلتا القدمين. نروح للهدف اللي بعدين على طول. هتلاقي انه الراجل قادر طول الوقت انه استخدم رجليل اتنين ودي بشماله كريم جون عظيم من احلى الاجوانة اللي اتحطت في الدورة السنانية مع جون احمد القندوسي اللي بالمناسبة بنفس الطريقة لكن القندوسي اشوى الاصلي حطاب رجله الشمال في واحدة تانية بعدها حطاب رجل يومي يتردد اكتر من مرة في مباراة فيوتشر فانت بتتكلم على انه طالع هنا من هنا كريم النقط اللي بعمل على سبوت طالع من ناحية الشمال وبيلعب باك شمال في التشكيلة الاساسية من بداية المباراة وبيلعب في مركز الباكريفت وده كان اسيست من عمر كمال عبدالواحد ده الجون اللي انت بتتكلم عليه برجله اليمين في مرمى الداخلية زي ما تلك كان على ما اتذكر انه كان في الداخلية فعمر كمال عبدالواحد بالنسبة لي هو افضل زهير ايمان في مصر بالتساوي امتفق جدا مع خليفة محمد الشيبي لعيب براميز لكن حتى فأنا ان احنا مطلعين براميز والأهل والزمالك زهير ايمان زهير ايمان رحت البروفايل ثالث غير يعني عمر كمال البروفايل الباك الهجومي الشيبي المتوازن والأفرات رحت لحمد محمود زهير ايمان الجونة الجونة من الفرق كريم وحمد محمد يحام الناشين الزمالك الناشين الزمالك ومعارل الجونة الجونة من الفرق اللي عملت بداية دوري احسن كتير من كل التوقعات يمكن اول مطلعين ما كانش الفريق كويس ولكن بعد كده لم بناط بشكل كويس جدا منهم بنت من الأهل الفريق الوحيد الوقت في الأهل أحمد محمود بتميز بحاجة خلينا نبص عليه أداء دفاع قوي يعني تعالى نشوف اللقطات أنا جمعتها من ماتش الأهل ماتش قوي واختبار صعب جدا ضد لعيبة قوية في الأهل بص دايما دي الحتة اللي هو عارف اللي بحصل في ضهر اللي هو الوعي شوية برضو الراجل يكون خارج من مدرسة الزمالك فعنده الحتة بتاعت إدراك ان هو واقف فين وحاجة زي كده دي كلها تدخلات أرضية كمميز فيها تعالى نشوف بعد كده التدخلات كمان في الكرات العالية كمميز فيها جدا ودي بتبقى مهمة جدا للظاهرة الطرف ان هو يبقى كويس جدا أما بيخش بقى جوة لا الراجل بيعرف ياخد الخطوة الوراء وبيعرف يرتقي في الالتحامات الهوائية بشكل كويس هنا برضو كل العالي كان واخده بشكل كويس جدا هنكمل برضو الإدراك بتاع الزمان هو فين ووقف ما راحش ورا العيب الأهلي حتى بقى كمان هي ميزة بس ياخد باله منها عمل في الرقاء الأهلي مثلا خمس مراوغات المراوغات دي كتير كتير على باك طرف بس منهم اتنين مقطعين ومنهم واحدة ختمقطعها في مكان متأخر شوية تعالى نشوف المراوغات يعني عدد المراوغات نفسه كتير على باك طرف محتاج أحمد محمود يعني ايه ياخد باله دي عدد المراوغات يعني دي خمس مراوغات نجحة بس ياخد باله جدا أن فيه مراوغتين في الآخر دي بس لو اتقطعت لجوه الملعب هتبقى خطيرة جدا فدي النقاط تحسن ياخد باله منها الثقة اللي هي جاي بيها لا تهدى شوية لأن هي محتاج فلترة شوية دوري صعب فنشوف المراوغات كده سريعا لو معنا لو مش معنا يعني كانت فيها مراوغات مميزة دي ماشي أنا مع النلعاب يروغ في التلت الأخير إنما دايما التلت اللي هو بتعمل عبك انت بتبقى واخد بالك دي بيوسع لنفسه بشكل كويس لما اتكلم عليها هتبقى في الآخر يعني ما جبتش كل مراوغات دي دي مسلا ده مش مكان تختار فيه مراوغة أبدا 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 هنا دي اتقطعت راح تقود دي لو اتقطعت لجوه الملعب حاجة خطيرة جدا فمع صغر السن بتاعه ياخد باله من الحتة ممتاز جدا تاخد الزاهر الأيسر ولا اتنين مدفعين الأول ناخد الزاهر الأيسر لا زي الأيسر حمد شكري حمد شكري بلاعب تطور ونضع بشكل كبير جدا قدم موسم ممتاز الموسم الماضي مكمل على نفس الموسم نشوف الجراف بتاعه مقدم موسم ممتاز مع سيراميكا سيراميكا النتائج مش أفضل شيء لكن الأداء ممتاز معظم اللي عبيه مع كابتان أيمان الرمادي شكري سجل الموسم الحالي صنع في الموسم الحالي من أكتر اللعبة المميزة جدا سواء في التصويب أو في دقة العرطيات متوسط التقييم بتاعه بالمناسبة ده أعلى متوسط التقييم لظاهير أيصر في الدوري المصري يعني هو أعلى متوسط التقييم وانا خل بالك واللي أنا بقوله ده أنا حطت أهل وزمان الكوبرامز يعني الجملة اللي أنا بقولها دي حطت فيه أهل وزمان الكوبرامز في الدوري كله ده أعلى متوسط التقييم في كل المباريات لظاهير أيصر في الدوري المصري هو محمد شكري لها بست مباريات من السبع للاعبة مسيراميكا عند 24 سنة موليد 99 بتسجل هدف القيمة التصويخية بتاعها 24 مليون جنيه أعتقد أن الأهل عنده بند مش أعتقد معلومة الأهل عنده بند اللي استرجاعوا ما ظنش الأهل هيسترجاعوا دلوقتي من ضمن خطط الأهل لكن ما ظنش أنه فيه أولوياته لكن محمد شكري لو انتقل نشغل اللقطات الأوليالة بتاعته اللي موجودة محمد شكري من اللعيبة البوتينشيال جدا جدا نكون حظه الوحش فيه منتخب مصر إن فيه اتنين متويين ده الهدف اللي سجلوا السنة دي وكان في مرمى بيراميز بالمناسبة فشكري من اللعيبة البوتينشيال جدا 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 وهيجيل وقته لو فتوح ما بقاش موجود مع منتخب مصر الفترة جاية ما بعد هذا المعسكر ممكن يبقى شكري موجود في المنتخب مليون في المية من اللعيبة اللي هيتحط عليه عليهم العين وإن كان وإن كان خلينا أقول لك حاجة تانية بس كده ما بينكوسين على فيتوريا فيتوريا بيحب اللعيب الظهير المتوازن يكون عنده قدرات دفاعية مميزة وده اللي بيدي إيجي لمحمد حمدي على فتوح رغم الموهبة العظيمة اللي عنده فتوح بيدي إيجي لمحمد حمدي شوية في المنتخب فهو شكري دفاعه جيد لكنه مش من العيبة البدنية فده شوية ممكن يقلل المفرصة شوية لكن مليون في المية محطوط في اختيارات فيتوريا لو كان فتوح مش موجود هروح بقى للحتة اللي نقصة عند شكري اللي هو الجانب الدفاعي محمد حمدي ظهير أيصر أمبي أمبي متواجد في مركز برضو كويس جدا رغم البداية برضو أول مواتش ما كانش كويس ولكن أمبي من الفرق اللي لم يتنقض بشكل كويس وسبب ده الدفاع بتاع أمبي أمبي من أقل الفرق اللي استقبلت أهداف يعني لو استثنيننا الأهلي أمبي استقبل أربع أهداف فده تمايز جدا تعال نشوف في اللقاء الزمالك أكتر اللاعبين خدوا كرات واكتسبوا كرات طبيعيا يبقى كلوشة موجود إنما إن محمد حمدي الزهير الأيصر هو تاني لاعب في أمبي اكتسابه للكرات احنا هنا بنتكلم على لعيب أمبي كان بلعب بخمسة هو رجل اللي كان بلعب ناحية الشمال ظهير إمكانياته الدفاعية كبيرة جدا أي حد شاه في لقاءات الأمبي حيشوف ظهير صلب جدا دفاعيا دي ظهرة عندنا في الأرقام 12 كرة مكتسبة تاني لعب بعد كلوشة اللي هو قلب الدفاع المتوسط اللي في النص يعني محمد حمدي اللقطات الدفاعية لأن أي حد حيشوف اللقاء اللي ينبي حيشوف ظهير أيصر مدفع بشكل جيد دي لقطات البساط الراجل بساطه بتطلع من رجله جميلة جدا وسليمة جدا هو مش اللعب المراوغ يعني ممكن ما يعملش ولا مراوغة في اللقاء ولا يعمل كذا ولكن ما بيلاقي حد يتعاون معاه زي ما نزله حواش هتلاقي بيقدر يعمل جبهة شمال كويس عن طريق البساط والبساحات ويعرف يتحرك احنا بيتكلمش هنا عن ظهير مراوغ وكذا ولكن ظهير ما بيخسرش الكرة كتير بيجيد جدا التحرك بيجيد المساندة للعب اللي معاه يعني ده حواش هو كان في ظهره على طول وأرسل الكرة دي اعتقد انه لو هيبقى في حد في المنتخب انا اميل الحمدى عن شكرا عشان الحمدى كمان كان لوت تجريبا مع فيتوريا قبل كذا واشكرا الكريمة على النقطة دي كنت عايزة علق بس في عشر سواني على النقطة دي احنا كنا مع بعض في مباراة مصر وغينيا في المغرب الانطباع بتاع العابين الكبار اللي في منتخب مصر والعابين المحترفين على الثقة والموهبة والكواليتي والالتزام اللي عند محمد حمدي كان اول تجمع يخش محمد حمدي كان انطباع ممتاز وده اللي اتنقل كمان لفيتوريا لكن زي ما اقولك تقلق فتوح وحمدي لفترة اخيرة مقلل فرص الناس كتير منه محمد حمدي اعتقد ان حمدي كمان عنده اللمبيات مع ميكالي هو اللي اعتقد موجود هو دي بيس اه يعني هو اعتقد هو انا عايزة خلص خط الدفاع عشان هطلع فاصل يلا التنين المدافعين معاك بسرعة والتنين المدافعين معاك بسرعة اتنين سنتر بارس طيب الاتنين المدافعين الاولاني اللي كان موجود في السرعة اللي فاتت مع كلوشا ومع اللي قاله خليفة كلوشا كلوشا اكتر لعبين فرت انبي بالكامل استخلاصا للكرة لعيب ممتاز بيجيد التكملة وبيجيد استخدام رأسه بشكل جيد لقطات الجراف واللقطات بطولة بسرعة احنا هناخد في نص ديها بالزبط يلا ومن اللعيبة المويزة اللي بيعرف ابتدي هجمة كمان كان يعيبه شوية البطء احيان في الارتداد تاني لمكان التمركز لكنه من اللعيبة الممتازة سنه صغير 25 سنة قمت التسوقية 14 مليون جنيه متوسط تقييم بتاعه هو 7 و 2 من 10 اعلى لعبي انبي في الدوري انبي اللي مقدم مستوى ممتاز مع تامر مصطفى اعلى لعب بقى في الفرقة كلها تقييما هو رغم تقلق قفة رغم تقلق رفيق قبو محمد حمدي لكن هو اعلى لعب تقييما في الفرقة كلها كمتوسط تقييم لعب الست مباريات لعب بيجيد التكملة في الكرات الثابتة هو المنفذ الاول اللي رقلات الجزاء لهدف سجله في مرمى محمد ابو جبل الموسم الحل الرغميات صدت ورجعت تاني ده بيكمل دايما في الهجمة وبيجيد تاني الكرات الرأسية سواء دفاعا او هجومانا كريم فهو اكثر اللاعبين استخلاصا وانا بياخد الكرة وده هدفه الموسم الماضي فيه كان هدف ممتاز بمضربة رأسية في الزمالك الموسم الماضي والنتيجة دي والمبرانة بالتعادل فكلوشة بالنسبة لي هو اللاعب الابرس في سوق الانتقالات وفي الجوالات الاخيرة خارج الاهل وزمالكو برد التاني التاني احمد حسام وده لعيب بقى من اللاعبة هاخد شوية مدرسة خليفة من اللاعبة اللي لم يعاليش سبوت خالص اول مبراطين اللي الجونات كان عنده احمد حسام لاعب نادي الجو والمستدعى حديثا لمنتخبنا الوليمبي لعيب 22 سنة متوسط تقييم بتاعه فاربع مباريات واقولك ليه اربع مباريات اول مبراطين ما كانش باعتمد عليه كابتن علي عبدالعيل كان باعتمد على اليو جاتا اليو جاتا عمل اكتر من خطر في المباراتين اه استبعده تماما اثبت وثبت رجليه تماما تماما احمد حسام ولذلك تم استدعاءه بالمناسبة هو لعيب منتخبات كان موجود مع كابتن ربع عسين في الدورة كان فيها مشكل وقت الكوفيد وراح معهم تونس بعد من لعيب اكتر من لعيب تصاب فلعيب ممتاز لعيب تمرجزاته ممتازة تقدم مباراة قدام النادي الاهلي ممتازة كريم فاحمر حسام بالنسبة لي من اللعيبه اللي متحطش عليها سبوت لكن هيبقى موجود الفترة اللي جاية اثنين مدفعين انا اخترت احمد رمضان بك مش هنتكلم عليه الرجل يعني راح قبل كده المنتخب هنتكلم على المساك التاني اللي هو احمد حامل ظهير لعيب مساك امبي امبي بلعب بتلاتة كانوش هو المساك الاساسي هو بلعب لحي الشبان رغم انو بلعب برجل اليمين ولكن عنده كتير مزايا تعال نشوف كده سريعا شوية حاجات كانت في الصورة اللي كانت معانا اللي هي بتطلع اللعبين الاكثر استخلاصة للكرة هو مع محمد حامد انا سوريا تقول محمد حامد هو التالت واحد بعد كلوشا وبعد حمدي وبعد وهو على طول هو رقم ثلاثة تعال نشوف حاجة بقى فيه مميزة قوي اللي يمكنني الصورة التانية بتبين اللقطات اللي نشوف اللقطات بعد كده في الصورة رقم حدي اغلب قطعه للكرات يا كريم بيبقى بيقطع ويباصي على فكرة رغم انه زي ما قلت صعب ان انت تبقى المساكة لناحية الشمال وانت مش اشوال لكن تعال نشوف اللقطات بقى الفيديو اللي معانا هتلاقي هو بيعرف فيه يزبق قوي على الكرة يعني الكرة دي هو اللي سابق ما نزيزه انا جايب له كامل لقطة مختلفين عن بعض يعني دي هنا برضو فكرة انه هو بيعرف فيه يزبق ولو تاخد بالك يا كريم مطلحها بباص اطلع بباص بص انها تطلعت الهد ابعض نقطة عن انها ترجع ده وعي برضو دي بالمناسبة بتبقى وعي كبير جدا انه هو بيطلع الهد بعيد جدا ودي برضو القطع اللي بباص دي اتجاهات تمريراته يا كريم دي خمسين في المائة من تمريراته للامام دايما في المدافع وفي لقاء الزمان للازرق للامام للازرق للامام للورا الاحمر الجانبي اللي هو الرون اللي انا مش عاريف اقوله معناش ديوف بنات لو معناش ديوف باك اللي هو الرون الازرق ده يعني فيه خمسين في المائة من كراته القرات اللي بيرجعها الورا رغم ان اغلب المدافعين متعودين دايما بتلاقي بيرجع الكرة تيله وراء بيرجع لجونه لا هو حتى بيبطع الكرة بتبقى دايما اللي قدام وهو لعيب كرته كويسة جدا وبيقولك مركزه صعب ان انت المساكل اشول وهو مش اشول ممتاز هنروح لي لعيب الوسط بعد هذا الفاصل خليكم معنا طيب احب اذكر حضراتكم محمد جمال ومحمد خليفة النهاردة كل واحد فيهم جايب تشكيلة لأفضل لعيب الدوري حتى هذه اللحظة بعيد عن الاهل والزمالك وبرامنز قبل الفاصل خلصنا حراسة المرمى وخلصنا خط الدفاع والان نتحدث عن خط الوسط وجيمية طيب انا عشانا قبل ما تقولي الوقت ده همنا فانا اداهم نفسي بقى الاداهم اداهم انا نفسي لا لا بروحيتنا لا لا انت عايزتين شغول عايزة مش لا نفسي عايزين للصبح يا اما لعيب مركز ستة بالنسبالي ايش تغلني عاشتها الا افضل انا بماشي الشكل شوية انا فيه تلاتة تلاتة في وسط الملعب فلعيب مركز ستة بالنسبالي هو بيتر موتوموسي لعب الكنغولي لعب نادي زد لعيب ظهر بشكل ممتاز صح ويمكن من لعيبة دايما اللي ما بتحطش عليها لسكوب لعيب مركز ستة دايما اللعيب الغلس اللي بيطع الكور بس اللي بيغطي بس ده فطبيعة لعب فرقة زد انه دايما هو لعب الست ماتشاط بالمناسبة عنده 25 سنة بجايبينه كفري ترانسفير من نادي فيتا كلاب طبعا النادي الناس عارفة بالنادي فيتا كلاب هو ومزينبي اشهر نادين هناك هو بيلعب لعب مركز ستة فبيتر موتوموسي طبيعة لعب فرقة زد عمل عليه حمل كبير جدا ومع ذلك هم غطي وراهم دايما وقادر نعمل ده لانه لعبة وسط الملعب في فرقة زد كلهم بيطيروا كل لعبة وسط الملعب تلاقي مصطفى زيكو دايما طاير الظاهرين دايما طايرين تلاقي ان شادي ما بيرجعش فتلاقي ان الفرقة كلها عبدالله مجدي ما بيرجعش في اوقات كتير فبتكلم الراجل شايل وسط الملعب دايما يعني الكرة دي كانت في وسط الملعب هو اللي عمل الباس لما تقطعت من زد رجع هو اللي عمل الباس ودايما بيكافر تحت الكرة مشاقف كتير عند بيتر موتوموسي لكن بالنسبالي هو خارج الاهل والزمان الكو برامتز اميز لعيب وسط ملعب في مركز ستة فنحطي اشعالي سبوت رغم انه جاي بفلوس قليلة جدا او مقابل بتاع انتقاله من نادي فيتا كليب لنادي زد في صفقة انتقاله اول واحد في التلاتة في لعيب الوسط اللعيب تلوقع هو جمال التكلم عن معيار جوايس جدا اللي هو اللي بيتحمل عليه في زد انا بقى جبت واحد متحمل عليه اكتر من الناس دي كلها محمد عادل ديفندر سيراميكا لان اللي بلعب بقى معاه بين التمانيات بتوعه محمد ابراهيم والقندوسي قندوسي هدف الدوري محمد ابراهيم اللي احنا عارفينه اه يعني فهو اكتر واحد شايل دفاعيا هو محمد عادل تعال نشوف ارقامه في لقاء الاهلي عدد الاستخلاصات كورته حلوة جدا دي ارقامه عموما هو اكتر لعب كان استخلاص في اللقاء كله ما هو محمد عادل هو بعيد عن اي حد تاني يعني هو المساعدات يعني مثلا لو بصت اللي بلعب مع القندوسي قندوسي تحت خلص اربع محاولات يمكن محمد ابراهيم استخلاص اه 11 كور بس منهم 8 بور كفر فاكتر واحد بيشترك في استرجاع الكورة هو بمحمد عادل فتعال نشوف لقطات الهيدفاعية وبرضو اللي قطته الهجمع على فكرة فيه فرصتين خطرين جدا لسيراميكا طلعوا من رجليه في اللقاء ده يعني هو عامل عامل هنا بص يعني الراجل ناشف وبيعمل تاكل وبيستخلص وبيستخلص بقوة دايما بعد الاستخلاص دايما بتبقى باس وتعالى وريك شبكة التمريرات شبكة التمريرات بتاعت سيراميكا في القاءة الاهلي الطبيعي بص هو 21 هو المركز اللي كل سيراميكا بتلتقي عنده وبتوزع من خلاله توزعاته كويسة جدا زي قلتلك فيه فرصتين في اللقاء الاهلي الكرة اللي لعبها الجنق بوكا والشناء وشترك معاه فيها وكان طبعا يعني كان فيه تمثيل أوفر من جنق بوكا والكرة التانية صنحها بشكل خطر جدا هو يعني الراجل ديفندر ستة وبالعب جنب محمد إبراهيم والقندوسي ورغم كده كورته واسهاماته الهجومية كويسة جدا تعال نشوف آخر حاجة اللي هي اللقطة اللي معانا اللي ليه اسهام هجومي كانت فرصة خطيرة جدا فكرة هو اللي صنحها والراجل يعني دي مهارة برضو لعب خط وسط قوي جدا دي كانت من أخطر فرص سيراميكا في اللقاء هو اللي صنحها فاحنا عبد نتكلم عن اللعيب عنده الحتتين الجانب الدفاع بيقديه بشكل جويز والحمل عليه كبير نفس الوقت كورته كويسة التاني هو أحمد الكندوسي وانتو الاثنين متفقين عليه طبعا نظبوط كده أنا أحمد الكندوسي طبع الناس كلها عارف أحمد الكندوسي واحد من هداف الدوري تاني هداف الدوري بعد مبلوله وكندوسي قادر يشتغل وسجل خمس أداف مبلوله عنده جليل من ضربتين جزاء لكن الكندوسي الخمس أهداف بتوعه مفهمش على ضوال ركل الجزاء ليه الكندوسي توهج وده كان الغرض من السبوت على التواهج او ان احنا نتكلم على الكندوسي ليه توهج ده الجراف بتاع الكندوسي متوسط تقيم بتاعه 8 وده مرتفع جدا 24 سنة سجل خمسة وصنع هدف مساهم في 6 أهداف قيمة التسويقات 52 مليون جنيه فتعالنا نروح للكندوسي على طول على اللقطاب بتاعته وقولك هو ليه توهج جدا جدا مع سراميكا وليه الناس او كولر ما كانش شايف التواهج ده في التوقيت ده طيب بص هنا وركز معايا بعد اللقطاب ليه الكندوسي موجود فين بص الكندوسي موجود فين جول 18 طيب هل دي صدفة وطول الوقت الراجل واخد الحرية تماما كابتن امان ارمادي محرر وتماما كانت مشكلته مع كله انت لعيب مركز 8 تطلع تهاجمة تعمل شغل هجوم ولازم ترجع ترتد تغطي مساحات معينة وتعمل شغل دفاعي بشكل معين فهو متواهج جدا ومكسر الدنيا مع سراميكا لانه واخد حرية الحركة في الجزء لما نروح له الهدف اللي بعده هتلاقي نفس القصة طول الوقت هو طالع من تحت لكنه واخد الحرية بص هو موجود فين في هدفه في مرمى الاهلي جول 18 في اللقطاب التانية اللي بيجيبه في مرمى النادي الاهلي تلاقي حتى في الكاونتر زي لما بيجي كاونتر بص هنا هتلاقي موجود فين بص مكمل فين يا كريم بص الراجل هنا هتحطر الكرة بالعرض اه هدف سهل لكن موجود فين موجود في اخر العيب في الملعب او تاني اخر العيب في الملعب بتتكلم على انه اما بتواجد في الناحة اليمين لانه هو العيب اشول جول 18 اما بتواجد تحت رأس الحربة دايما فهو متحرر تماما تماما بص هنا فين اخر ثلاث لعبة في الملعب هو منهم هدف هدف ممتاز بالقدم اليسرى من تصويبه يعني يمكن هو بالنسبة لي احلى هدف سجل القندوسي النادي مع هدفه اللي كان صعب جدا فيه مرمى النادي الاهلي بيصنع كمان احمد القندوسي صنع هدف فيه الموسم الحالي فاجماله لعشان ما طاولتش اكتر من كي بص برده موجود هنا في مركز الجناح اليمين موجود في الجزء الامام سر تقلقه ان رجل واخد التحرر كامل مع سيراميكا ما كانش ياخدم عليها تحبتوا الحق على القندوسي واتخش على اللعب التالتة لا اخش على اللعب التالت لان جمال غطى تماما يعني اللعب التالت في المصنع سبع فرص وسبع فرص كويسين تعال نشوف ارقامه حارك يعني ارقامه مميزة في الصناعة الفرص بس هي لسه ما جاتش اهداف لسه ما تحولتش اعتقد ان في الجاي ممكن دي تبقى السستات الراجل ارقامه مميزة جدا صنع زي قلت لك سبع فرص كبار في اللقاءات وعمل تلت محاولات على المرمى يعني ست محاولات عموان ومنهم تلت محاولات على المرمى عبدالله مجدي معار من بيرامدس لزد وكان هو معار هو محمود صابر ورغم ان محمود صابر لعب واخد سيت اكبر لكس عبدالله مجدي هو اللي ركب السنة دي عشان بيعمل حتتين بيعمل وجبات دفعية بشكل كويس وفي نفس الوقت بيعمل التكملة الهجومية والوجبات الهجومية وان لم تكن لغاية دلوقتي ما اسمرتش عن اهداف او اسستات ولكن اعتقد ده طالما العملية يعني ترسز بروسست طالما هو ماشي وبيصنع فرص دي شبك التمريرات اه زد في القائزة مالك لو تاخد بالك عبدالله مجدي هناك هو رقم اه اتنين وثلاثين مركز مركز رئيسي يعني لو نقارنه كان زد بلعب بالتين دفندرات الدفندر رقم ستة عشرين اللي اتكلم عليه جمال لا ما كانش مركز في التمريرات عبدالله مجدي هو اللي بيربط الناحية الشمال اللي هما بلعبوا بالتين دفندرات واحد بيبقى ناحية المينوحة ناحية الشمال يحول فيه اهداف بضعة تظهر واسيستات كمان ممتاز التالت التالت وسط الملعب التالت وسط الملعب وانا حطيته في وسط الملعب رغم ان هو بيلعب في مركز الجناح يعني مش عالعب 4-3-3 يعني عالب 4-4-2 اكتر لمصطفى زيكو مصطفى زيكو بالنسبالي صفقة جابها زد ببلاش لما ادفع فيه 12 مليون او 13 مليون جنيه في مصطفى زيكو بعد توهجه مع حرص الحدود صفقة ببلاش مصطفى زيكو هيبقى اخناء في نهاية الموسم لو زد حاب يبيع بيرامدز مهتم جدا مصطفى زيكو اهتمامات من اكتر من نادي مش اكلم على الزمالك دلوقتي لكن مصطفى زيكو هيبقى اخناء تصيف مليون في المئة لو كمل لانه هو هو بنتبلع اللاعب الاكثر توهجا في فرقة زد لعيد متوسط تقيم بتاع 7-9 من 10 زي ما قلت لك القيمة التصوخي بتاعة هو الدفع فيه 13 مليون جنيه لفرية حرص الحدود في صفقة ثنائية اتعمرت من زد فكل الاهداف كل المساهمات راجل مسجل خمس اهداف كل المساهمات وكل الاهداف اللي بيشتغل زد دايما المحور دايما الفكرة بتاعت دايما مصطفى زيكو العيب بينزل بيشتغل في وسط الملعب كبلايميكر العيب بيكمل في مركز المهاجم او في الشهد شترايكر بيلعب في مركزه والاساس اللي هو في مركز الجناح الشمال لعب مؤثر جدا 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 بص هنا موجود فينا هو مكمل دايما مكمل ودايما لاتليه بياخده الكرة التانية ده ده كان هدفه طبعا هدف التعادل في مرمى الزمالك الهدف اللي بعده فمصطفى زيكو دايما هو الحل عند فرقة زد ده طبعا ضغط ومكمل هنا تحت الفرقة تحت شهد حسين على طول فيه مباراة تسمحه وخطأ كبير من الان اسليمان سجلوا مصطفى زيكو مصطفى زيكو واحد من اللعيبة حظه الوحش زي عدد اللاعبين الكتير اللي بياخدهم فيتوريا خاصة اللعيبة المحترفة في خط الوجوم دون ذلك اعتقد ان مصطفى زيكو اللعيبة اللي كانت تستحق هو استدعى بلكلا بالمناسبة لمنتخب مصر اعتقد انه هيستدعى لو حصل اي شور تجي في الخط الامان صحيح طيب واحدة باللقاطات كمان الحلوة لزيكو قبل ما نطلع لفاصل مش خلاص هما خلاص اخرروا خلاص نروح لفاصل ونيجي بقى على خط الوجوم في تشكيل الجيمي وخليفة خليكم معا طيب بسرعة اقول لحلالكم مرة اخرى احنا بنعمل النهارة تشكيلتين من محمد جميل ومحمد خليفة عن الافضل في الدورة حتى هذه الفترة بعيد عن الاهل والزمالك وبرمت خلصنا احراص المرمى والدفاع والوسط والان نبدأ في الهجوم ونبدأ من عند خليفة المرات احنا انا حاطت اتنين تحت مهاجم واحد نبدأ في الاتنين صديق وجولة ويسري وحيد نبدأ بابن بلدنا يسري وحيد نبدأ بيسري وحيد الاول يسري وحيد معار لانه هو معار من الترسانة للجيش فالعيب اول سنة دوري ممتاز ورغم كده ساهم في ثلاث اهداف لطلاعي الجيش كانوا مهمين جدا منهم هدف هو سجله اول اهداف طلاعي الجيش في الدوري تعال شوف بقى يا كريم هو خدها منين هو هنا بيبدأ الهجمة وحيطلع يكملها يجيبها بدماغه دي حاجة التمايز جدا 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 فكرة ان انت تيجي من كل ده هو اللي بتحرك وراء ده جنب ناحية اليمين اه ناحية اليمين هيكمل واحرزها بدماغه فاحنا نتكلم هنا على وعي انه يبقى ازاي احنا فاكرة مكان مصفى الشهالة بفكرة انت تبقى مهاجم تاني هنا دي صناعة الهدف التاني في سيراميكا برضو ده الهدف قصدي الوحيد اليوم في سيراميكا تقلع الكورة حاول فيها رفعها بشكل كويس فشفنا منه انه هو دخل المنطقة وسجد دي هنا تمريرة بص هنا هو اللي بيحرك شيك هو اللي بيشاوله يتحرك ازاي يعني هو اللي بيحركه دي شخصية الحتة التانية يعني شفنا منه التمرير وشفنا منه التكملة تعالى نوركي التزديد يعني فيه اربع حاجات في الثلاث اهداف اربع مهارات مختلفة كمان كمل يمكن محتاج اعتقد بس فكرة الواجب الدفاعي والقوة في اداء الواجب الدفاعي دي تزديدة قوية جدا اسهمت في الجون اللي جابه شيكا وتقدمت به الجيش فهو الراجل سجل في اول لقاء صنع في سيراميكا صنع هدفين في الاسماعيلي مساهم في اربع اهداف من اهداف طلاع الجيش لبص مكبير على طلاع الجيش راه ان احنا بتتكلم زي ما قلنا اول سنة ممتاز وجاي من الترسانة واعتقد البند اللي موجود في عقده مع طلع الجيش اللي هو بند تحويل الاعارة لشراء ده حيتفعل بنسبة مليون المية والجيش ممكن يكسب فيه كبير هطلو منك طلب هتقولي الاثنين لعيبة اللي فضل لناك واروح لجيمي بقى خلص مع التالي طب انا هقول واحد وجيمي هيكمل الباقي حيل انا هجيب صديقه جولة ماشي الراجل اللي عندي اللي هو اللي هنتكلم عليه ونجي التاني صديقه جولة جاية من سموحة عمل اداءة كويس جدا في الدوري والسنة دي بقى متبرو زاقطا لان السراميكا بتلعب كرة اجمل بكتير كمان من اللي كانت موجود صديقه جولة عنده برضو حاجات كتير جدا التمرير فيه مميز جدا هو ينقصه الحتة اللي شفناها في يسر وحيدا بدخل دخل بدماغه هو دايما بعيد وبيحب يخش هوبه الكرة ولكن بيتحرك بشكل كويس جدا ممرر جاية جدا مراوغ ومسدد جاية جدا يعني صديقه جولة من الناس اللي بتشوت دايما بشكل كويس جدا والمراوغة عنده الحركة بالكرة دي تمريرة من رجله جميلة جدا للقندوسي على فكرة هو عامل جابها دايما هو بيروح يتحرك ويبقى مع القندوسي بشكل كويس جدا تعال اوريك دايما هنا هو متحرك بص بالكرة دي من الباصات اللي عاملها طبعا الهدف هو محسوب له السيست بس هيها طبعا الكريديت اكبر للقندوسي ولكن الباص بوش الرجل جميل جدا تعال اوريك بقى الجوني اللي جابه القندوسي في بيراميدز هو تاني وجد ازاي بص هو هنا بيكمل بيكمل بشكل كويس جدا عارف انت النازل للكرة بتبقى لازقى في رجلهم يا كريم وبتطلعش من رجلهم بسهولة جدا ليه لقطات كتير جدا اغلبها مراوغات وتزديدات المهاجم اللي انا اخترته بقى كان حسام اشرف بس جمال اتكلم علي بشكل كبير جدا فحسيبه بقى الجمال عشان يتكلم حلو اوي يا جيمي معاك تلات لعيبة صحي كده اه معاك اربع دايق معاك اربع دايق ده ما عملوش اللي حبايب اول لعيب واكتر لعيب لفت انتباه ومفاجأة بالنسبة له ومفاجأة الدوري المصري الموسم الحالي لعيب صغير السن كبير الامكانيات في فور حكيم لعيب نيجيري بيلعب في رئيب بلدية المحلة بيعمل كل حاجة فكور بيعمل كل بيلعب جناح بيلعب بلين ميكرو بيعمل كل حوة واخد الحرية تماما من نحن عبد الرقوف نعرض الجراف بتاعه والفيديو فيه سواء نتكلم عليه بص عينك تحب تشوفها كريم لعيب ممتاز وانا على يقين تم ان الأستاذ بصطفة الشامي هيكسب في كتير يعني يقين ان هو عنده عروض من دلوقتي بالمناسبة وخلني اقولك ان هم عندهم عرضين سواء منزد او من فيوتشر في التوقيت الحالي كبار لنادي بلدية المحلة لكن المعلومة اللي عندي بشكل يقيني من البلدية ان هم مش عايزين بيعوا اي حد في الشتاء عايز عايز يضمن بقاءه ويضمن هم شين بشكل ممتاز مع أحمد عبرهوف واحد من نجوم الفرقة بلعيب عنده عشرين سنة لم يتم معامل العشرين بالمناسبة وعنده ساعتاشر وشوية جاب هدف وصنع اربع اهداف كريم بلعيب ممتاز مراوغ بيجي سواء من مركز الجناح اليمين او من مركز البلاي ميكر دايما مشكلة لأي حد بيحاول بصة كريم الكنترول على الكرة معامل دافع صعب جدا خد ركل الجزاء كرة اللي بعدها تلاقيه بياخد ركل الجزاء كرة اللي بعدها تلاقيه بيصنع مراوغ ممتاز واحد على واحد مشكلة وازمة لأي حد بيحاول يرقبه لعيب ممتاز ومفاجئ في الدور الممتاز بالنسبة لي واكتر اللعبين اللي خدوا عيني في مركز الجناح او صنع اللعب الموسم الحالي فيه الخمس ستة اسابيع اللي لعبناهم بصة كريم الراجل طالع هنا من العمق بص ممتاز لحسام اشرف اللعب التاني بقى اللي هتكلم عليه دلوقتي حسام اشرف اللي اكتر ناس سعداء بتواهج مصطفى اشرف هم جماهير نادي الزمالك لانه معار ودايما بص بص هتلاقي فيه صنعية دايما ما بين عشان الناس هتلاقي اهداف مشتركة كتير ما بين في فور حكيم وما بين حسام اشرف تات اهداف صناعة في فور حكيم لحسام اشرف الموسم الحالي من الاربعة اللي صناعهم حسام اشرف كريم لعب منتخاب للولمبي اخيرا رجع تاني لمنتخب الولمبي كان موجود في منتخب الشباب وقت الكابتر رابا عسين جماهير نادي الزمالك اكيد سعداء جدا انا اشكالي وقتلك بص هتلاقي اهداف مشتركة كتير ما بين في فور وحسام حسام واحد متميز جدا كنا بكلم ده محمد شريف بانه لعيب بيعرف يقطع في المساحات بيعرف يونهي بشكل جيد هو راجل بيونه على المرمى بشكل ممتاز حسام اشرف بالنسبة لي صفقة مهمة جدا جدا للزمالك المسلم اللي جاي او لو حاول الزمالك يرجعه في التشتة من نادي البردية او اذا كان صعب لكن حسام اشرف عليه كلام كتير جدا ونادي الزمالك هستفيه بكتير سواء انه هيرجعه لو مقدرش انه يعمل صفقات كتير في الخط الامامي او انه هنتقل انه عنده عروض كتير بس على الخمس ستة مبارات اللعبهم دول كمان مع عودته المنتخب الولمبيا اعتقد انه هو هيقنع جدا ميكاليل وغالبا ممكن يسافر معالي باريس اخر لعيب فاضي الدياونس اخر لعيب حلو اللعيب بصراح يستاهل الدياونس ما بلوله السوبرستار بالنسبة لي بتاع الدوري الموشم اللي فات الموشم اللي قابله والموشم الحالي مهاجم لما تيجي تقول مهاجم يعني ايه مهاجم يعني ايه مهاجم بيعرف اشتغل برجلي اليمين وبرجلي الشمال واحد وثلاثين سنة قيمة تصوخيار بعين مليون جنيه وان كان عنده عروض حالية وانا بكلمك دلوقتي تتجاوز السبعين مليون جنيه بمتكلم بالجنيه مش بالدولار يعني راجل سبعة وثمانية من عشر متوسط لتقييمات بوس ادي جون برجلي الشمال راجل اللي بيفكر بقى مرتين ده بقى اللعيب اللي ما بيفكرش مرتين فعلا ده ده ما بيفكرش هو ده جون هو ربنا خلقه عشان يبقى مهاجم راجل بيعرف اشتغل في المساحات الدايقة راجل بيعرف اشتغل بدماغه راجل بشتغل برجلي الشمال برجلي اليمين بيعرف يوصع لزميله وبيعرف يصنع لعيب ممتاز مهاجم زي ما قال الكتاب بالنسبة لي ما بقول له مش بس خلي بالك اوقات في مهاجمه كان مهاجم بيتفوق لمدة موسم والتر بواليا مثلا مع الجونة جوني بوكا تواهج قوي مع امبي ودلوقتي مش ظاهر بنفس الشكل لكن الراجل ده مكمل مع الاتعاد الاتحاد ماشي بشكل كويس هو كويس الاتحاد ماشي بشكل وحش انا عايز جوني جون في عهل صاني جونة بتاع الجونة جوني جونة يا جميع اه احلى جون بالنسبة لي في الدولة السنية اه او بيسجل بكل الطرق الممكنة سواء بدماغه او او برجلي اليمين او برجلي الشمال فانا بالنسبة لي كريستوفر مبلولو هو سوبرستار لانه ثلاث سنين على التوالي بيمشي بنفس المعدلات ونفس الشهر انا لازم اقتنبس بسرعة هقول تشكيلة محمد اهو الجول اهو نفرج عليه وانا بقول تشكيلة محمد جمال للافضل حتى هذه اللحظة في الدورة بعيدة عن اهل والزمالك وبرامنز عبدالعزيز بلعوطي عمر كمال عبدالواحد احمد حسام احمد حسام الجونة احمد كلوشا امبي محمد شوكلي سيراميكا احمد كندوس سيراميكا بفور حكيم بلدات المحلة بيتر متموسي زد اهو دي تشكيلة محمد جمال خط الوسط احمد كندوسي وفي فور حكيم وبيتر متموسي وخط الهجوم مبلولو وحسام اشرف ومصطفى زيكو هاي تشكيلة محمد خليفة محمد شعبان طلع الجيش احمد بحمود الجونة احمد رمضان بيكام سيراميك روبترا احمد حمد امبي محمد حمدي امبي خط الوسط محمد عادل سيراميكا عبدالله ماجدي زاد احمد كندوس سيراميكا خط الهجوم يسري وحيد طلع الجيش صديق اجوله اجولة سيراميك روبترا وحسام اشرف بلدية المحلة خليفة شرفت ونورت انا بشكرك شكرا جزيلا جيمي بشكرك شكرا جزيلا امتعبتكم النهاردة حاجة عظيمة جدا يا ربي يخليك ده كان ختم حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على افخير